اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بدلا من السبت ساعة سبعة ونص ان شاء الله الاهلي والنجم الساحلي ان شاء الله يرجع الاهلي وقد اتم المهمة على اكمل وجه بالمطشين دول باذن الله تعالى عشان كده النهاردة يمكن الحلقة كلها في الاحتفاء بالاهلي في الفخر بالاهلي في البحث عن تفاصيل هذا الحدث الكبير اللي ظهر في استاد رادس واللي اكد للمرة العشرة ربما بعد المئة التانية انه الاهلي ما يعرفش المستحيل الاهلي هو من يمكن ان تراهن عليه باطمئنانا بشوانس الحمد لله تكريس لتاريخ طويل وسوابت مهمة ونمازج مبهرة تتكرر ولذلك عجبني الاتفاق ان احنا عنواننا النهاردة يبقى الاهلي الفكرة والتاريخ الاهلي الفكرة والتاريخ والتاريخ هنا يا جماعة اللي ملوش تاريخ يشتري له تاريخ واللي ملوش ماضي لا هيعرف يشخص الحضر بتاعه ولا هيقدر ينظم او حتى يستشرف المستقبل عايزين تعرفوا قيمة تاريخ الاهلي في اللي حصل في رادس ايه شوفوا الخضة الكبيرة اللي عند الاشقاء في تونس لمجرد ان هم تعدلوا مع الاهلي هنا وخايفين من غضبة الاهلي هناك شفت الحلقة الماضية الزميل امير هشام وهو بيتكلم من هناك وحتى محسن لملوم الزميل الصحفي بالاهرام الرياضي لما قال اللي انا لمسه عند جماهير التراج وعند مسؤول التراج ان هم مخضوضين جدا مفيش احتفالي مش محتفلين هم متعدلين في برج العرب اتنين اتنين لانه التجارب السابقة جدا ضغط عليهم قوي هي دي السمعة وهو ده التاريخ اللي بيحقق الحضر عندي تعليق اجيله لما تقول ولا هو ده العنوان اللي نتكلم عليه حلقتنا النهاردة كل ما فيها خلاص خلصنا فيك كل الكلام اسمح لي بقى اقولك يعني ايه التاريخ والفكرة النادي الاهلي اللي حصل في رادس هو عصير هذه الفكرة وهذا التاريخ ايوا عصير مية وعشرة سنة تكريس لكل معاني القيم واستدعاء الهمة وعدم الاستسلام للصعاب وتحدي ما يبدو مستحيلا وتستشرف فيه من المواقف السابقة الهام لما هو قادم ولذلك انا حرصي الدائم وعايز الناس تخلي بالهم الكلام ده جماعة انا مش بكلم على مطشات كورة ولا نتائج ولا بطولات اللي هي حقيقة تدعو الى الفخر والزهو مش عايزة مناخشة يعني ولا بتكلم ان نخسر النهاردة عشان نكسب بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة سأمة نتعثر بعد عشر سنين ولا حاجة ولا كل ده تجارب وفوتنا فيها وكل ده كل القيادات وكل المسؤولين عبر تاريخ النادي الاهلي مروا بيه ولا فكرة انك انت تفضل تفكر في اعضاءك وسعادة اعضاءك وانك انت تعمل المنشآت وانك انت تطور عشان راحته ما وقا جنب الى جنب مع الحفاظ على قيمة اللي هي بتحقق كل ده واللي هي بنلخصه بكلمة الاهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم عظمة الاهلي يا جماعة انه تاريخه ده محدش عارف يعمل فيه ايه هي دي مشكلة المنافسين اللي ما بيحبوناش يقدروا على المتشاط ممكن يكسبوا يقدروا يعملوا مش عارف ايه يقدروا شوشاروا التحكيم لكن لا يمكن هستطيعوا ان يصنعوا هذا التاريخ لا يمكن يقتضي منهم اولا تغيير سوابتهم وانهيار سوابتنا سوابتنا طول ما فيه ناس بتحافظ عنها دي الاهلي لا يمكن هتنهار باذن الله لانها بتسلم من جيل لجيل لذلك انا ببقى الان لما لقي واحد ما بيحبنيش يبدعنه اه خلي عنك انت الاهلي ده حلو الاهلي ده جميل لا مش من قلبك ومش هتقدر تعمل ومش هتشربها لنا فاحنا ده كلامنا من غير حد ما يزعل مننا كل واحد يروح في المنطقة اللي بيحبها انهم نحترم بعض كلنا ونبقى صحاب ونأكل مندي مع بعض منصات سمك مع بعض ونعمل كل حاجة استاذ ابراهيم لكن تاريخنا ابعده عنه لانه ده مش اللي حلتنا هو ده همتنا هو ده زهونا هو ده فخرنا هو ده اللي مخلي جمهورك مختلف عن كل الجماهير هو اللي ده اللي عارف انت يقصو وانت يحنو يعني يحنو لما تحتاج للحنو ويقصو وانت كسبان وقف يبتدي انتقد فيك لانه عارف انك حتتحمل حتتحمل انه قولك كان فيه احسن من اللي انت عملته ده لكن لما ليكي ابتدت الله لا وعد تروح مني لا تعالى بقى ده احنا وصخين فيه اللي فات ده كله كان كنا عايزين احسن من كده لكن انت كويس وانت تقدر تعمل ودي الرسالة اللي انطلقت من التيتش واللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت الرسالة من التيتش الى رادس اللي كانت عنوان الحلقة اللي فاتت واللي هي فعلا وصلت بمعناها الحقيقي تنزل لي امي ييجي فيك جون يغيز برضو ما كل جوال بتيجي فينا جون غريبة ييجي فيك جون يغيز ملوش مبرر لكنه استنفرك ويستنهدك استنهدك ايه ده اصحاب الخطأ هما نجوم المباراة بدن ما ينهاروا افتكروا استلهموا من اللقطة ايه اللي حصل علي معلول نجم النجوم اكرامي الشوط التاني رائع جدا فهذا هو الاهلي هذا هو الاهلي الذي يصدر يعني انت كنت بتقول تشنيعة منقولة عن الكابت الفاروق جعفر انه بيقولك كنا نروح ما نصدقش ان احنا تسيبنا او تعادلنا غير لما نسمح في نصر التسعة قال لك الليلة طول ما لو في اللي تويز هي ما كنا بنلعب تلاتة ما كانش فيه اضواء هذا المعنى اللي فيه يعني صورة يعني ساخرة او طريفة لكن فيه عميقة لكن فيه عمق فيه عمق ان النادي الاهلي لاخر وقت لازم تخلي بالك وقد لا يحدث لكن انت عارف ان قد يحدث او غالبا سيحدث فمهما حدث احنا خلاص حققنا الاحترام وانا قلت اهم حاجة اهم حاجة نرجع بيها من تونس الاحترام اهم من النتيجة فتحققت النتيجة والاحترام النهاردة عندنا ماتش مع النجم السحيلي وماتش مهم جدا النجم السحيلي فرقة رزل بمعنى الكورة فرقة تاكتيكية فرقة يعني فارجو ان احنا نرجع بهذه الهيبة وهذا الاحترام مش ضروري بالفوز ولكن اذا قدرنا الحقق بشيء عظيم جدا ولكن يا جماعة لازم نرجع واحنا مخسرناش اي حاجة بقى لان برضو ماهو اختبار تقيل في نفس البلد تخوض اختبار اخر مع منافس عنيد اخر من نفس البلد فارجو ان احنا فكرة ان النادي الاهلي فكرة محدش يلعب فيها ولا غيرها وتاريخ لا يمكن تشويهه وهذه مسئولية كل الاجيال والجيل الحالي تحديدا وكمان جي مسئولية الجمهور شفت الجمهور لما قام بدوره على اكمل وجه قبل ليلة الصفر شفوا التأثير المعناوي والتهيئة النفسية الكبيرة اللي عملها لكل اللعبة وعلى رأسهم شريف اكرامي ازاي قدر هذا الجمهور الرائع العظيم يستعيد لشريف ثقته يندهله ويقول له العب ما يهمكش ارجع زي الوحش عشان شريف يكون واحد من نجوم موقع الترادس شفنا كمان روح الفانيلا الحمر والحلقة الماضية اعتقد سمعتونا واحنا بنقول الاهل على موعد مع هذه الجميلة في تونس وقلنا مفيش اجمل من روح الفانيلا الحمر كاكثير للحياة الرياضية بالمعنى الحقيقي وقلنا انه يا جماعة فكرة روح الفانيلا الحمر بكل ما تعنيه تاريخيا من التمسك الشديد اوي بارادة النصر من رفض الهزيمة باي حال من الاحوال من الحث على بازل اقصى جهد لغاية اخر نفس بعد النفس الاخير شفنا هذا التمسك الحقيقي بارادة النصر وباسباب التفوق وبازل كل طرف المسؤول بيقوم بدوره اللعيب بيقوم بدوره المدرب بيقوم بدوره الجمهور بيقوم بدوره عشان تكون المحصلة ان روح الفانيلا الحمراء تشد الفريق بعد كل هذا التحدي شايفين تقلق شريف جي من امتى شريف اللي رجع من برج العرب الاعلام بغباء شديد جدا قاسي عليه وبغباء شديد جدا تم التجريح فيه والاسائي ليه والناس نسيت حتى اللي بتجرح فيه نسيوا انه ده افضل حارس في المسلم اللي فات وصاحب شباك عزراء في 23 مباراة نسيوا له كل ده واستدولوا الوحدة لكن جمهور الاهل ده كان له رأي تاني خلص والمشهد ده مع الشريف ده تقلق شريف في رادي سباش مونس طبعا هي البداية من هنا انك انت تحسين انك واثق فيه هو فيه مثل يقولك ايه الفارس اذا وقع من صهوة الجواد عليها ان يمتطيه فورا لانه لو استنى ممكن يكش بعد كده والحصان يطمع فيه لكن لما يوقعني الحصان وروح مخضعه تاني ويرجبه بتعدي فامتطى شريف صهوة النجاح فورا السقوط في كبه الخطأ مين اللي رجعوا بسرعة؟ الجمهور قالوا يلا شريف انسى اللي فاتحنا معاك بنحبك واسخين فيك دي اي مسئولية تعمل فيك ايه دي تخال نفسك مكانه تعمل فيك ايه دي وتشعر ان الجمهور ده ايه الحقول اللي له عندك فيها والرسالة وان كانت وجهت الى شريف اكرامي مباشرة ولكن هيا رسالة سمعت ملعب مهمكش كل اللعيبة حتى جداد شافوا ايه ده ايه ده ايه ده احنا بنلعب في النادي ده دي النادي بتشجعه همال كانوا فين دول ولذلك كانوا فين دول لدي بيكونوا موجودين باستمرار بقى بس بالطريقة دي مش عاديين نغير كتالوج النجاح قدامنا هو هم عملوا ايه والتزموا ازاي وكانوا منظمين ازاي الامن يتعامل معاهم بشيكة ازاي نفضل على كده امن النادي وامن الشركة الخاصة سهلوا لهم المأمورية ازاي هذه هي الرسالة مركزين في ناديهم محدش باذن الله حيجي ناحيتنا انت تحدد فرادس مش بس الصعوبة بتاعت النتيجة ولا صعوبة المنافس الفنية ده انت تحدد كمان استمرار التحامل التحكيمي صحيح اذا لما انت تبقى كواسي قوي تتحمل مثل هذه الاخطاء اتمنى اتمنى ان يا جماعة لما بيقول قد تاريخ والفكرة مش بنقول كلام كده هو ده الاهلي لازم نحافظ عليهم وقال لا نسمح لأحد بالعبط فيهم خالص خالص يا أستاذ براهي الكثير من الصغائر تحدث حولنا ده ده لا مش مش فاضيين احنا ورانا أهلي ورانا أهلي نخلي بالنا منه ورانا أهلي نذكر الناس بيه ها ما هو اللي عنده خمسين سنة أهلي واللي عنده تلاتين سنة أهلي مع احترام يعني لازم هيكون شاف حاجات كتير طبعا طيب خلينا بقى من من الكلام ده لانك انت روحت قالت ومسؤول النادي الأهلي عادة توقف عند الكلمة دي الناس شافت رئيس النادي الأهلي وكان فيه كلام انه قد يعتزل أسباب صحية أو انشغالية ولكن إصراره راح وإحنا قلنا مهم جدا يكون حد على مستوى رئيس النادي الأهلي في عزي البعثة لان هناك الكثير من القرارات التي قد تضطر أن تتخذها طيب هو لما رجل ومشعار اللعيبة بأهمية المباراة هو اللعيبة برضو أنا رافض فكرة أن اللعيبة تاخد الإحساس تاخد الإحساس من حد إنما بالتأكيد هو وجوده فهمهم أهمية المباراة أهمية المباراة وهذا الوجود أيضا لو رجعنا للفكرة والتاريخ هنجد أن دي كان حرص كل الرؤساء إنت كنت مع كابتن حسن حمدي في القط الكاميروني ومرتين في تونس وكده والجزائر وكلها كانت ظروف بنفس الصعوبة دي كانت كلها بنفس الصعوبة دي لكن هذا الحرص من المسؤولين وهو ده بقى ده تتابع الأجيال ده إنك تاخد الموروس وتشربه وتنقله فالنهار ده الموانس محمود طاهر جسد هذا الفكر وحسنا فعل إنه راح وهو لما راح وعايز يرجع عايز يقوله مقدرينكو قدر ياخد قرار إنه يدي مكافة لائقة والبعثة تستمر والبعثة تستمر قرارات عايزة تتاخده أنت موجود وقد يكون هناك أمور أخرى ما حنش عارفين إيه المشاكل اللي قد تطرأ أولادنا حتى الألطرس اللي راحه أول مرة ما حصلش مشكلة منه ما حصلش مشاكل نادي الأهلي كمان هو كان راجل مسؤول قيل أنه قدر يتحمل جزء كبير من نفقتهم هزير سالة ليهم ووقفتوا جنبنا حنوقف جنبوكو بس بهذا الالتزال دي محتاجة مين؟ رئيس نادي ياخد هذا القرار فأنا رغم إنها في الدور قبل يعني في الربع نهائي لأنها كانت مصرية كنت أقرب إلى الخروج بالمعايير الحسابية لكن بمعايير نادي الأهلي اللي ملاش دعو بالمعايير الحسابية لا ولذلك بس أنا يعني تملي إيه لما بخاف بطمئن ولما بطمئن بخاف مش عادة الطام من قبل دي عبقرية دي بق دي عبقرية لا أنا بق أنا عارف الأهلي بتاع الصعب شوف شوف الدخلة شوف الرسالة هو ده اللي احنا عايزينه شيء لا نفقده أبدا الفن الله الحم يعني خلاص هو ده التاريخ روح الفن الله الحم ده عصارة التاريخ اللي خلاص طب عقيدة عندي الأجيال كلها اللي محدش بإذن الله يقدر رعب فيها ولا خدها مننا فدي لو راحت أو بقينا نستخف بالمعنى ده عن طريق اللي هم يعني عاملين حبايبنا دلوقتي لا دي لعبة خطر السم في العسل إن كنت تستخف بتقاليد الأهلي لأن تقاليد الأهلي دي هي اللي محافظة عليه وهي اللي عملاله العظمة ف خدوا الكراسي والمناصب وشبه لنا الأهلي فأنا أنا مبسوط قوي إن رئيس النادي المناصب محمود طهر تحمل هذه يعني هي يبدو أنها مشقة لأن كانت عنده ظروف صحية وراح وكوف إنه رجع مبسوط ما رجعش يعني محدش خزل وبالعكس رجع تم مكافئة هذا التوجه بأنه كالعادة بيرجعوا منصورين بإذن الله يا رب بقى نكمل بإذن الله في مشوار الندم لأن أنت رجع من نفس البلد على منافس آخر ربما يبدو عنيدا جدا من واقع النتائج اللي بينك وبينه لأنه ملعبه صغير وطريقته تكتيكية أكتر لكن ما هو الملعب الصغير ليك ولوه لأنه برضو يمكن بره تحب ملعب صغير ما تحبش ملعب كبير فعلى كل حال نتمنى التوفيق وتمنى النادي الأهلي ولعبته يكونوا خرجوا من نشوة الترجي خلاص لأننا لما بخاب بتطمن ولما بتطمن بتخاب عبقرينو على ذكر الأهلي ورموزه ونجومه وأبنائه دعونا نشاطر كابتن مصطفى عبدو نجم الكرة المصرية وكابتن النادي الأهلي لفترات طويلة جدا الأحزان لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى حرم كابتن مصطفى مدام هالا سري اللي توفاها الله أول امبارح للفقيدة الرحمة أعتقد هالا سري واحدة من لعبات الأهلي في كرة الطائرة بشمال بص يا أستاذ إبراهيم أه الله يكون فعون مصطفى عبدو أه الكابتن مصطفى عبدو وهو صديق على المستوى العائلي لأن الفقيدة رحمة الله عليها هالا وهي لعبة لعبة كرة طائرة جاءت من نادي الشمس في فريق النادي الأهلي ثم منتخب مصر وتزوجها في حديقة النادي الأهلي وقصة حب رومانسية جدا و مصطفى بقاله سنتين في ظروف شديدة الصعوبة هو نفسه كان صحية صحية ربنا أعلم أنه عاد منها إزاي لكن القدر الغريب والمدش إنها كانت دائما تقول أنا مش عارفة يجرى لي إيه لو حصل حاجة لمصطفى فتفاجأ سبحان الله دراما عالية جدا 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 ولو الناس عرفت التفاصيل هتندهش أكتر لأن اللي عرفته إن هي كانت في بيروت هي وكابت المصطفى من أسبوعين آه وبعدين جالها خبر سيء عن ابن شقيقتها اللي أصغر منها ضابط شرطة عام 32 سنة آه لقى ربه فصممت ترجعه وكان عندها نازلة شعابية حده الدكتور قال لها ما تركبهش طيارة وحذر لها تركب طيارة وأصرت ومصطفى إنما القادر حاول يسنيه عن هذا الأمر أصرت نزلت نتيارة على المستشفى على الانتنسف كير على كوم إلى إن شاء الله ربنا صبرك يا مصطفى ربنا صبرك ويقدرك على اللي أنت فيه وكل العزاء ليك والأولادك له بنتين زي الأمر لتنين حاجة ربنا معاهم ويتولاهم ويعرف إن لك إخوات يا كابت المصطفى بالمعنى الحقيقي أنا عايز أكون أخوك عايز أكون صاحبك طبعا وإحنا صحاب بس أنا عايز أكون صاحبك فعلا عايز أكون أقدر يعني أعمل إيه أخفف عنه مش عارف ربنا مع الكابت المصطفى وأيضا الشيء في الشيء يذكر كابتن طريق مصطفى برضو نجم الزمالك نجم الزمالك نجم الزمالك وفات والدته آه وفات والدته له العزاء منه فيعني ربنا يصبر أهل الناس جميعا لكن الكابتن مصطفى ادعو له ولزوجاته هو بالصبر وهي بالرحمة إن شاء الله بإذن الله بشانت التحاد الأفريقي قبل قليل حدد موعيد مباراة الأهلي والنجم الساحلي هتكون في الملعب الأولمبي في سوسة يوم الحد واحد أكتوبر زي ما حضراتكم شايفين هتبقى الساعة سبعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة مباراة العودة لسه متحددتش لكن متحدد لها أحد أيام عشرين واحد وعشرين واثنين وعشرين أكتوبر هتكون في برج العرب إن شاء الله المباراة التانية بقى في الدور قبل النهاي التحاد العاصمة الجزائري هيلعب في ملعبه يوم السبت اللي جاي مع الوداد البيضاء والمغربي المباراة هتكون في الجزائر يوم الجمعة يوم الجمعة تسعة وعشرين سبتمبر الجمعة التحاد العاصمة والوداد الحد النجم الساحلي والأهل كابتن سادعب حفيز مدير الكرة في النادي قال إن كابتن حسام البدري المدير الفني حدد بإذن الله تعالى يوم الخميس موعد للسفر إلى سوسة تعرفين الفريق بعدما خلص من مباراة التراجي دي لقطات من مران الأهلي اليوم وأعتقد قناة الأهلي على مدار اليوم حتى حضراتكم في الصورة لحظة بلحظة تقريبا أنتوا سفرتوا من غير ما تاخدوا تأشيرة أو حتى تقطعوا تذكرة طول الوقت القناة حطاكوا في قلب الحدث بالتفاصيل الدقيقة الكاملة اللي معيشاكوا مع أجواء البعثة والفريق لحظة بلحظة ده تمرين النهاردة وحيواصل الأهلي مرانه أيضا بكرة وحيسافر بعد كده إن شاء الله يوم الخميس إلى مدينة سوسة سوسة إحدى المدن الساحلية في تونس ده معقل فريق النجم الساحلي اللي حيستضيف بإذن الله مباراة يوم الحد والدكتور خالد محمودة بشمهندس طبيب الأهلي قال إن وليد سليمان نجم الفريق اللي كان واحد الحياة من نجوم مباراة ترادس تمثل للشفاء بالنسبة كبيرة من كاد ما كان تعرض لها في الحوض وبقت حالته كويسة وشارك في المران بعد بعض الأدوية العلاجية وبعض أعتقد وليده هو موجود في مقدمة صفوف الفريق في المران وأيضا وليد أزارو المغربي مهاجم الفريق خضع لجلسات علاج طبيعي كمان من بعض الكدمات اللي كانت تعرض لها قرب نهاية المباراة والدكتور خالد محمود قال إنه أزارو بيتماثل سريعا جدا بعد هذه التقلصات العضلية وإن شاء الله يكون جاهز لمباراة الحد هو وبقيد زميله علي معلول بقى الراجل عريس الفرح ما صدق إنه هو في بلدهم خد راحة لبعض الوقت يمكن ليلة ولا حاجة استأذم من الكابتن حسام وراح زار أسرته في مدينة صفاقس لأنه هو قادم للأهل من الصفاقسي راح مدينة صفاقس لأسرته وعائلته وقضى بعض الوقت ورجع تاني لبعثة الفريق الحقيقة على معلول هو نموذج للي قلناه قبل كده وكانه ولد في الأهل استعدت الهمة أخطأ وعاش في حالة من الضيق وتأنيب الزات ودخل قط اللبس متدايق صامت مكتئب ولكن طبعا استطاع الجهاز الفني أن يطمنه بكلمات لسه فيه شرط يعني استدعى همه أفضل شرط لعلي معلول من أول ما جاه النادي لقügen فـ يعني لحضر كل التحية لعلي معلول للي هو حاطر تطاش على التلات جوال ها ها هو هو صاحب نتيجة الأجابية في المبرى صدع هدف ومسجل هدف وتسبب في الهدف بتاع الترجل بمناسبة الإصابات سعد سمير بقى قلب الدفاع الدولي للجهاز المنتخب بيأكد على وجوده في قائمة المنتخب في مباراة الكنغو وأنه اطمأن على حالته سعد كان غاب على المباراة لإجهاد في العضلة الضامة لكن الجهاز الطبي بيواصل عملية تجهيزه لمباراة النجم والجهاز الطبي بيأكد أنه قطع شوت كبير في سبيل تجهيزه إن شاء الله عشان يكون قراره بشأن الكابتر حسام البدري يلعب محمد نجيب بعد ما ظهر بحالة جيدة جدا الحقيقة يستحق عليها التحية هو ورامي إذا كان الكابتر حسام البدري شايف استمرار رامي ونجيب أو إذا كان شايف إنه سعد سمير جهز والحسابات الفنية للنجم تحتاج وجود سعد في كل الأحوال الجهاز الطبي بيبزل موجود كبير مع سعد سمير وإن شاء الله على المباراة اللي جاي يوم الحد يكون سعد جاهز للمشارك ربما ربما سرعات عمر مرعي تحتاج لسرعات وجود سعد لكن في كل الأحوال نجيب هو الرجل الذي لا يخزلك أبدا هو الرجل بمعنى الرجول الحقيقي وكل الناس أشادت به خلقيا وفنيا وسلوكيا بتموك تبقى مؤدب لكن السلوك مهم جدا طبعا مؤدب بس أماص لا يمتعد هو رجل محترف ما تسمع له الصوت سعد ما تحتاجه هو في الموعد يأتي ويويد ولا يخزلك أعتقد أن فيه روح كده موجودة جناد الأهل فوران لازم يحفظوا عليها اللعيبة لأطول مدة ممكنة عشان حيرجعوا بعد كده على دور مضغوط ما هو ألاكون فعونهم دور أفريقيا بالطريقة دي في منتصعه أو كلها سفريات يعني وتحديات ومنتش حملة بقى كمان سخفات تحصل لك زي عدم توفيق وعدم التوفيق أحيانا يكون في التحكيم كمان يكون برجلكه بس أو التوفيق برجلين المنافس ييجي جون انتش متوقعه فأرجو أن النادي الآلي بقى يعيش ظروف شبه طبيعية لفترة الجاية التابعين اللي حضراتكم شافين بعض اللي أطات منه النهاردة كابتن حسام البدري فيه قسم الفرقة لمجموعتين كابتن أحمد أيوب قاد مران مجموعة من المجموعتين وكابتن حسام وسيد معوط قاده مجموعة أخرى وحرص كابتن حسام البدري على تنفيذ بعض الجمل التاكتيكية اللي هيركز عليها في مباراة النجم لأن الحقيقة حسام البدري كان سافر بالفريق لتونس وهو حاسم أموره التاكتيكية كل شغل التاكتيك اللي كان عايز يعمله قدام الترجي نفزه هنا في ملعب التيتش حيث الأمان الكامل بقى لا حد بصص عليه ولا حد بيتجسس عليه فخد راحته خالص في إنجاز المهام التاكتيكية قبل ما يسافر هيسافر بتبقى فيه بعض التدريبات البدنية والتجهيزات والمراجعة الخفيفة على بعض الحاجات التاكتيكية من غير ما يكشف عنها لكن دلوقت الوضع مع النجم يختلف كابتن حسام البدري بشواندس كان أوفد الكابتن أحمد أيوب المدرب العام راح هو وسيد معوض وكابتن سيد عب حفيز حضروا مباراة النجم الساحلي مع الأهل الليبي وعمل تأرير أحمد أيوب كامل للكابتن حسام البدري عن حالة فريق النجم وعن مصادر الخطورة اللي فيه أبرز اللعبين وقوته وسيد عب حفيز عاين استاد السوسة اللي حيستضيف مباراة الحد ويمكن كانت من أراء سيد أنه الملعب كنس شوية مساحته أصغر من الملعب الكبير بتاع رادس وعيبة شبيب التتش وكمان ما فيهوش تراك فبالتالي الجمهور المدرجات تحس أن هي فوق دماغ اللعيبة فالملعب اللي ما فيهاش تراك الجمهور على طول على حفة خط التماس بتبقى الجمهور تأثيرها في الملعب تأثيرها في الملعب قريب جدا شبيهة بعض الملعب الإنجليزية على هذا النسخ لكن من خلال أو من حس الأرضية الملعب اطمأنه على أرضية ملعب جيدة جدا وإن شاء الله تعالى الأهلي لأنه الأهلي كان له صولات وجولات في سوسة أيضا إذا كان الأهلي إحنا قلنا قبل كده لو تفتكروا من حلقتين إنه عوش برادس أهلاوي لا كمان أجواء سوسة أهلوية يعني إحنا التاريخ حلو إنك تعتبر منه لكن إحنا بنبص دايما إن المباراة لحظتها ربنا جنبنا المفاجآت ونقدر نؤدي بهذا الاحترام تاني الاحترام اللي يخلينا نرجع وإحنا معانا العالم كله بقول شوفوا الأهلي بيعملين الأهلي بيعملين؟ الأهلي بيعمل شوبينج يعني النهاردة عشان يكسر حدة الملل بعد التمرين أخذ اللعيبة كابتن حسيام ودهم جولة في الأسواق وجولة حرة تماما اللي راح البحر واللي نزل يشتري حاجة واللي راح يلف في تونس بحيث يخرج اللعيبة زي ما أنت قلت ممكن من شوية إنه طول المدة هتديهم ملل هتدي بعض الملل فبالتالي لازم أن الجهاز يحاول ليكسر حالة الملل أنت في معسكر مستمر من يوم ما وصلت وحتنتهي بإذن الله من المباراة الحد تونس جميلة آه تعارف بوسعيد دي يا سلام طبعا لما تروح سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد آه سيدي بوسعيد سيدي بوسعيد دي عاملة يعني هي توازي خان الخليل عندنا آه بس طلع بقى في الجبل وتبص على وسعي حلي آه وسعي حلي يمكن زي ما قلت لحضراتكم الأمور التاكتيكية كلها ماشية جنبا إلى جنب قبل ما الأهل يسافر إن شاء الله تعالى يوم الخميس لا لا يسافر الخميس لسوسة عشان يدخل بقى في أجواء النجم لكن كان واضح جدا حرص الكابتن سيد عب حفيس كمدير لكورة ورئيس البعثة حاليا لما رجع المهندس محمود طاهر تم تكليف الكابتن سيد عب حفيس برئاسة البعثة فالقرار الإداري عند الكابتن سيد فبقى حريص على إنه يحل كل المشاكل اللي هو الشرين مش معاه لا مسافرش اللي هو الشرين آه فبالتالي زي ما انتم شايفين يمكن خدهم لجولة على البحر وجولة في الأسواق بحيث اللعيبة تبدأ تخرج من أجواء التركيز في المباراة عارف زي ما يكون فيه اللونة كانت كبيرة مليانة بتحاول تفسيها خلص عشان هترجع تعيد آه شحنها تاني فكل الشحن الكبير اللي كان صاحب مباراة الترجي لازم أن تخلص منه نفسيا لازم أن تتخلص من كل ده علشان تدخل فيه أجواء المباراة اللي جاية مع النجم يوم الحد اللي حصل في تونس واستعدادات الأهلي معنا على الهاتف الزميل أو أمير هشام في فندق الإقامة موفد قناة الأهلي حنشوف أمير في تقرير شافي وافي إيه اللي حصل في فندق الإقامة أمير هشام اتفضل تحياتي لك يا كابتن عدلي تحياتي لك يا كابتن إبراهيم وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان طبعا من خلال تواجد هنا في تونس النادي الأهلي بيواصل استعداده لمباراة نصف النهائي أمام فريق النجم الساحلي في بطول الدوري أبطال أفريقيا وهي أكيد مباراة هامة وخطوة جديدة مهمة جدا بالنسبة لنادي الأهلي عشان يواصل هذا المشوار الهام جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي لكن خلينا نتكلم بالتحديد عن الفريق طبعا وكواليسه هنا في تونس يعني طبعا النهاردة كان فيه مران الصبح بادري كان طبعا مران مهم جدا كان في تمام الساعة 9 ونص صباحا بتوقيت تونس عشر ونص صباحا بتوقيت مصر يمكن مران شارك فيه كل اللعابة عن نادي الأهلي في معادة ساعة سامير حنيجي لحالة المصابين لكن خلينا نتكلم عن المران بشكل تفصيلي الأول يمكن مران اتقسم الفريق لمجموعتين كابتن عسان البدري وجهازه معاون قسموا الفريق لمجموعتين مجموعة شاركت بصفة كاملة في التدريبات طبعا وهي المجموعة اللي مشاركتش في المباراة الأخيرة في المقابل طبعا اللعابين اللي شاركوا في المباراة الأخيرة كان لهم بعض التدريبات الاستشفائية المهمة خصوصا ان كان فيه طبعا مجهود بدني كبير جدا خلال مباراة التراجي الأخيرة واللي قدر النادي الأهلي مش بس نتيجة أداء كمان أدوا مباراة قوية جدا من فريق التراجي وكانت مفتاح الوصول لدر نصف النهائي لكن بالنسبة للعابين اللي مشاركوش في المباراة دي كان لهم بعض التدريبات التكتيكية المهمة جدا من كابتن حسام البدري بعض التدريبات البدنية القوية وايضا بعض التدريبات الكرة ومع نهاية المران كان فيه تأسيمة قوية جدا شارك فيها جميع اللعابين طبعا اللي هم برضو مشاركوش في المباراة الأخيرة وظهر معظمهم بشكل جيد جدا ووضح أن هم جاهزين من ناحية البدنية بشكل كبير جدا إن شاء الله لاستكمال هذه البطولة في المقابل اللعابين اللي مشاركوش في المباراة الأخيرة كان لهم تدريبات استشفائية ونضم لهم ساعد سامير ساعد سامير شارك في هذه التدريبات الاستشفائية خصوصا أن احنا عارفين أن ساعد عنده إجهاد في العضلة الضمة وطبعا بيتخلص من هذا الإجهاد تدريجيا إن شاء الله خلال بكرة أو بعده بكتير ساعد ممكن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل جيد جدا مع الفريق عشان يستعد إن شاء الله مع الفريق للمرحلة المقبلة ودور نصف النهائي وأول مباراة طبعا أمام فريق النجم السحالي في سوسا ده بالنسبة لساعد سامير بالنسبة لوليد أزار ووليد سليمان النهاردة شاركو بشكل طبيعي جدا في التدريبات الاستشفائية الخاصة باللعابين طبعا اللي كان لهم الجزء الأكبر في مباراة الترجع التونسي واضح إنهم خلاص جاهزين بالنسبة كبيرة طبعا للمباراة المقبلة وبتحديد طبعا مباراة النجم السحالي بالتالي جميع اللاعبين 25 لاعب متواجد هنا في تونس طبعا وهم المقايدين في القايمة الأفريقية كلهم طبعا جاهزين فيما عاد ساعد سامير إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم خلال يومين بالكتير إن شاء الله حيقدر ينتظم في التدريبات الجماعية مع الفريق ده بالنسبة لتدريب النهاردة وحالة المصابين النهاردة أيضا كان فيه جولة حرة للاعبي النادي الأهلي كابتن عادلي وكابتن إبراهيم خصوصا إن زي ما عارفين النادي الأهلي مواصل هنا في تونس لمدة أسبوع أو تتخطى خلاص الأسبوع كمان من ساعة وصول النادي الأهلي لتونس طبعا النادي الأهلي مواصل هنا فبالتالي الجهاز الفني بكبتن حسام بدري قرر أن يدي طبعا جولة حرة للاعبي النادي الأهلي النهاردة وده فعلا حصل بعد وقت الغدى اللعبين راحوا أحد الأماكن كده طبعا ليه كسر حالة الملل خصوصا في زل الأعداد دايما طبعا داخل مقر إقامة النادي الأهلي هنا في تونس لكن أحوال كلها بشكل جيد جدا بالنسبة للاعبي النادي الأهلي فيه إسرار وعزيمة كبيرة جدا عند اللعبين إنه هما إن شاء الله يحاول نتيجة إيجابية خلال مباراة تونس هنا وبالتحديد هتكون فسوس أمام النجم السحالي عشان يكون فيه أريحية في مباراة العودة أمام النجم السحالي إن شاء الله في الإسكندرية وإن شاء الله نتمنى للنادي الأهلي يكون موفق خلال هذه المباراة خليني أقول لك أيضا إن كان المفترض النهاردة يكون فيه محاضرة من كابتن حسام البدري اللعبين ده لو كانت المباراة هتكون يوم الجمعة أو السكت لكن تم تأجيل هذه المحاضرة وهي كانت تعتبق أولى محاضرات كابتن حسام البدري اللعبين في المباراة الجديدة طبعا أمام فريق النجم السحالي فبالتالي بيتم تجميع طبعا في هذه الأوقات تجميع بعض اللقطات لفريق النجم السحالي سواء مبارتين الأخرتين سواء أمام فريق أهلي ترابلوس الليبي واللي قدر النجم السحالي يتأهل من خلالهم وأيضا بعد المباراة في أدوري التونسي واللي كان ماشي النجم السحالي أكيد بشكل جيد جدا في أدوري التونسي فبالتالي بيتم تجميع هذه الفيديوهات طبعا عرضها لكابتن حسام البدري ومن ثم طبعا عرضها على اللعبين والوقوف على نقاط القوة إحنا خلصنا مباراة الترجح هي مش بطولة هي مجرد مباراة الأهلي من خلالها تأهل للدور النهائي الأهم هو المباراة المقبلة الدور المقبلة هو دور نصف النهائي إن شاء الله النادي الأهلي يقدر من خلاله يتأهل للدور النهائي وإن شاء الله يحقق بطول الدور أبطال أفريقيا عشان يرجع هذه البطولة دولات بطولات النادي الأهلي بعد غاب يمكن أربع سنوات طبعا كل جمهور النادي الأهلي وحشوا هذه البطولة خلينا أقول لك أن بكرة إن شاء الله هيكون في مران للنادي الأهلي في الملعب الفرعي لإستاذ رادس طبعا إستاذ المفضل خاص لكل جمهور للنادي الأهلي لكن إحنا مش رعب على الإستاذ نفسه هي بملعب الفرعي الخاص بهذا الإستاذ هيكون مران طبعا بالتحديد في تمام الساعة ستة مساء بتوقيت تونس سبعة مساء بتوقيت القاهرة وأكيد هيكون أحد التدريبات المهمة أيضا هيواصل للنادي الأهلي التدريبات وهنا في العاصمة تونس بكرة الثلاثة وبعده الأربع وإن شاء الله حيتم تحرك لمدينة سوسا إن شاء الله صباح يوم الخميس عشان يتم الاستعداد بشكل أكبر للمجبلة أمام فريق النجم الساحلي واللي إن شاء الله خلاص تقرر لها يوم الأحد القادم في تمام الساعة ستة ونص بتوقيت تونس سبعة نص بتوقيت القاهرة واللي أكيد إن شاء الله النادي الأهلي والجهاز الفني وكل اللي عادين فيها طبعا جدية كبيرة جدا على وجههم واضحا أنهم يكملوا إن شاء الله هذا المشوار الأفريكي ومن سمى تحقيق هذه البطولة طبعا الغالية أكيد لكل جمهور النادي الأهلي لكن عمتا الأجواء جيدة جدا بالنسبة للعابين وكلهم إن شاء الله عندهم عزيمة أسرار إن هم يكملوا مشوارهم في هذه البطولة يا كابتن عدلي ويا كابتن إبراهيم لو فيه أي استفسار أنا ما أتفضل الله يا أمير أنا عايز أشكرك أنا يا ابني ما عرفكش قبل كده لكن أنت مكتهد جدا وبتجاوب على الأسئلة قبل ما نسألها ما بتسيبش أي تفصيلة أنا أشكرك على اجتهادك وعلى إنك أنت راجل كل حاجة سلسة عندك ومنظمة اللي هي أستاذ برأي صحيح ما تقوله حاجة هو هياخد وقت على ما طيب شكرا أمير هشام على هذا التقرير الوافي اللي الحقيقة يعني زي من المهندس عدلي شكره أعفان الراجل من أي أسئلة وأعتقد جاوب لحضراتكو عن كل حاجة في أجواء البعثة واللعبين وكل لعب عليه تفصيلة معينة جاوب أمير على كل هذه المواقف المواهبة ببان كده في حاجات صغيرة صحيح لا الولد مسترسل جدا وتلقائي لكن كل المعلمة مخزينها ولا بيقرأ ولا بتاع بس بيجابك على الأسئلة الافتراضية اللي المحوط تسأله فربنا وفقه بإجناء بعيدا عن أجواء رادس وبعيدا عن الاستعداد للنجم الساحلي النادي الأهلي بقى في مشكلة اللاحة الاسترشادية والموقف الانتخابي تقدم مركز التسوية والتحكيم الرياضي بطلب تحكيم في الطعن على قرار اللجنة الأولمبية المصرية اللي حمل رقم 62 لسنة 2017 باعتبار النظام الأساسي ده قرار اللجنة الأولمبية باعتبار اللايحة أو النظام الاسترشادي هو النظام الأساسي للنادي الأهلي مركز التسوية والتحكيم الرياضي اللي أشهر حديثا مع صدور قانون الرياضة الجديد اتقد أو تسلم رسميا طلب النادي الأهلي بالطعن والأهلي تعاهد بسداد رسوم نظر هذا الطعن تمهيدا أو تنفيذا للقرار رقم 88 لسنة 2017 والخاص بإصدار لقيحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري عايزين نشرح حتة في النقطة دي لأن أنا نفسي ما كنتش فهمة فسمعتامد كابتن عسام عب منعم هو أحد أعضاء مركز التسوية هو بقى اللي شرحوا واللي فهمتوا منه يعني أنا كنتم مندقش برضو بينه وبينك يعني إزاي أنا حشتيك اللجنة الإقلومبية لللجنة الإقلومبية اتضح أنه دورها إداري يعني هي لن تقوم بالبحث الجزء الفني يعني دورها عندهم قائمة من الخبراء والقضاء متصنفين بدرجاتهم المختلفة فلما بتيجي شكوى بينطقوا المجموعة اللي هي حتحكم هما لنش دعا ببحث القضية نفسها يعني للأساس هشام حطب والكابتن عصام دول لن يدلوا بدلوهم في القضية ولا دول حسن مصطفى دول ليس لهم علاقة أن يدلوا بدلوهم في القضية ولكن هما بيشكلوا المجموعة اللي هتحكم في هذه القضية طبقا لمعايير معينة مختارين بينطقوا من وسطهم اللي هيكلفوا بالبحث الفني أنا كل اللي أأملوا من هذا الأمر أنه ينتقى على خير بقى عايزين هذا الأمر يتقفل بقى ونتقى على خير ونخش في المرحلة الجاية اللي هي هتحسم الأربع سنوات القادمين الشكل الإداري بتاعه إن شاء الله كمان مصر فازت بشرف تنظيم تصفيات أولمبيات توكيو تعرفين أولمبيات الدورة الأولمبية القادمة لكرة القدم المسابقة القرية الأفريقية في الكرة فيها مصر تستضيفها دي لموليد تحت 23 سنة علشان تقام يمكن كان فيه اجتماعات في الاتحاد الأفريقي في أكرى العاصمة الغنية من خلالها تم إسناد تنظيم هذه الدورة أو هذه البطولة إلى مصر في 2019 بطولة مهمة جدا أستاذ إبراهيم لأن هي دي اللي بتشكل الجيل الأولمبي والمواهب الإفريقية القادمة وكونها حتبقى في القاهرة يعني على عينك يا تاجر بقى الوسطاء يمتنعون المواهب كلها حتبقى قدامنا والانتقاء حيبقى على أسس علمية ومنك لصحب الشأن على طول فأعتقد أن أهميتها ستتجاوز مجرد متعة المتابعة والقدرة على التنظيم وإلى أنها تأثيرها على السوق الاحترافي المصري إن شاء الله عشان كده المهندس خلد عب عزيز وزير الشباب والرياضة بيعرب عن ساعدته بحصول مصر على شرف تنظيم هذه البطولة في 2019 المؤهلة لأولمبياد 2020 وبيقول أن مصر كانت حريصة على التقدم بطلب تنظيم هذه البطولة للاتحاد الأفريقي وأنه سيتم بس مجهودات كبيرة في الترتيب لاستضافة هذا الحدث الأولمبي الكبير أنا معرفش الجيل بتاع رمضان صبحي حيبقى ظن له فيها هو 97 رمضان آه موليد 97 بس أنت بتتكلم في 2019 ما دي تحت 23 آه يعني حيبقى لسه عند 22 سنة آه هو وزميله بقى اللي زيه جيل 97 و 98 آه أعتقد أن الجيل ده حيبقى عنده فرصة إن شاء الله طيب دايما أفراح ودايما بطولات الأهل وانتصاراته زي ما تعودتوا معنا زي النهاردة من أي يوم هتلاقوا فيه مناسبة فرحة للأهل وجماهيره من 36 سنة بالضبط زي النهاردة 25 سبتمبر ولكن سنة 81 فاز الأهل على نزامبي الجابوني 3-0 وده كان في إياب دور 8 لبطولة أفريقيا اللي لأنديها بطالة دوري نفس الحدث ونفس الدور ووقتها فاز الأهل على نزامبي الجابوني 3-0 سجل محمود الخطيب هدفين ومحمد عباس هدف دي في مباراة العودة ده مباراة الزهاب كانت انتهت واحد واحد كان سجل الهدف محمد عباس شكرا جزيلا كابتن عبد حميد التورطة دي يا جماعة بمناسبتين أول مناسبة فوز الأهل تاني مناسبة عيد ميلاد ميدو كل سنة لهم طيب ميدو كل سنة لهم طيب فضلوا معنا شكرا جزيلا لكابتن عبد حميد حسن على هذه الروح ودائما وأبدا الأهل فيه أفراح واحتفالات نشوف نفكر حضراتكم مش تفكركم غلبية اللي بيتفرجوا مشافهاش قبل كده أكيد من ستة وتلاتين سنة الأهل بيكسب في دور التمانية مباراة الزهاب تلاتة صفر الخطيب جونين ومحمد عباس هدف نفتكرهم تقدم فريق الأهل في الشرط الأول بهدفين للا شيء أحرزهم اللاعبان محمود الخطيب ومحمد عباس في الدقيقتين الحدية والثلاثين والثلاثة والثلاثين وفي الشرط الثاني أضاف اللاعب محمود الخطيب في الدقيقة الثامنة والعشرين الهدف الثالث والأخير للأهل واتقابل فريق نادي الأهل في الدور قبل نهاي للمسابقة وفي الشرط الثاني أضاف اللاعب محمود الخطيب في الدقيقة الثامنة والعشرين الهدف الثالث والأخير للأهل واتقابل فريق نادي الأهل في الدور قبل نهاي للمسابقة مع الفريق الفائز من نادي جيت بورو بطل جزائر ونادي ديناموت بطل زندويل عاجل لمجد رمضان اشتركوا في الدور قبل نهاي للمسابقة جنة لعبة لحاجل يوني مصطفى عبدو لخالد جبالله لمصطفى لمصطفى لخالد رابو لمصطفى عبدو لا لا مصطفى در للخطيب طوال جباله وشاف لخالد جباله لخالد جباله لعيد 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 قالد جبالله لمصطفى لمصطفى لخالد رابو لمصطفى عبدو لا لا مصطفى در للخطيب يعني شفتوا حضرتكو في ملحوظة كابتن محمد عامر لابس نمر 10 وكابتن الخطيب لابس نمر 12 ودي كانت للتمويع على فريق الجابوني لأنه وقتها اتعرف أنه الفريق الجابوني عامل حسابه وعنده معلومة أنه أخطر لعيب نمر 10 فهو اللي هيمسكوه أمه اللي هيلعبه معاه بخشونة فمحمد عامر الراجل قبل يلبس نمر 10 ويتضرب هو والخطيب يجيب جنين بنمر 12 اللي ربنا يصبره مصطفى عبده وعبقريته ولابسته في الأهداف مفيش زيه مفيش جناح أمان جه كده فاعلية مطلقة يعني شوف الأوفر وشوف الجارية وشوف ربنا معاك يا كابت المصطفى ويصبرك يا رب بالمناسبة الأهلي في البطولة دي في 81 تأهل وقابل جيتي زيوزو الجزائري لكن وقتها حدث اغتيال الرئيس السادات فانسحب الأهلي بعد إعلان حالة الطوارئ والحداد في البلاد انسحب النادي الأهلي وما أكملش البطولة اللي كان قبق أو سينة أو أدنى من الفوز بيه عشان يتأجل حصول الأهلي على أول لقب قري للسنة اللي بعديها في 82 كمان زي النهاردة ولكن من يدوب 12 سنة بالضبط في 26 من آه في 26 سبتمبر سنة 24 سنة 24 سنة الأهلي فاز على الزمالك 3-0 إبراهيم حسن ومحمد عبد الجليل ومحمد يوسف فاز الأهلي 3-0 نفتكرهم محمد عبد الجليل إبراهيم مرة تانية على حدود المنطقة ويجرب إبراهيم ويشطها بول إبراهيم حسن بول إبراهيم حسن بول إبراهيم حسن وحياخد إنزار وحياخد إنزار بول وإنزار بول بول في اليمين عيمان شوي فأحمد فنشوفها مرة تانية فمشي فنشوف عادة وفاق نسام الشيشيني وبلعب الرجل الشوان دايس أو من النساوة المحفولة في الزاوية الزعيدة 2-0 2 لشيء بصالح والنادي الأهلي أهلي مقابل ستة للزمالك رمضان وبيعملها أوبر ويعب كنين حد كنين عبد الجليل جملة مرسومة عدد مرسوم جدا الحية وبر وراء عبد الجليل قابلها بالزاوية البعيدة عكس اتجاه حسن الساعة أحمد عبد الجليل ديها ترعة تلاتين هنشوف مرة تانية عكس اتجاه ونحن تانية ثلاثة صف ثلاثة لشيء ثلاثة وفرض الموضعية هيخوتها من نادي الزمالك وزي النهاردة بس بس من 12 سنة فقط في 2005 الأهل يكسب الزمالك اتنين وواحد نشوف الهدفين عماد متعب في بطولة أفريقيا ومحمد بركات كانت في بطولة أفريقيا في 2005 إلا أهلتنا عشان نلعب النجم وفوزنا على النجم ففالوا عليه الكمال نفتك عماد وعايز نعبها مع بامتريكا وعملها تاني وبعادي عايز نشوت وعايز نشوت ولكن بقفل عليه نادي الزمالك والعبها جوه جول جوه جول عماد متعب عماد متعب عملها حلوة قوي 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 ما يستبلوش أي مساحة ده ما يستبلوش أي مساحة في الدقيقة ستة وتنسي كورة هو الأكتر شوف هو غير تجاهه ازاي وهو بيلف على طول رح لففها في الزوال بايده جوه الجون ما يلحقهاش محمد عبد مصر واحد الأهلي لشيزة ملك وتروحوا الكورة على طول لمحمد أبو العلا العابة على طول تاني العادل فاتحي ما يتسابلوش أي خرم إبرة عماد فاتح صحي يعني بيتحركوا رجلين التين قدام المربع الجون اللي جابوا عماد متعب تلعبت الكورة على طول تاني وخش على طول لكن تتقطع وهوبا جوه جول جوه جول ويجيب الهدف التاني في الدين زعب الدكورة على طول تاني وخش على طول لكن تتقطع وهوبا جوه جول بركات جوه جول بركات كف القائم وخش بركات على طول جوه جول ويجيب الهدف التاني في الدين لا هو ما تسابلوش الله رحمك كابتن ما تسابلوش خرمة إبرة الحقيقة هو لضمها وما فيش خرمة إبرة يعني هو كان ممسوك باتنين لف وفعلا من خرمة إبرة جاب جون كابتن عماد متعب لكن برضو في نفس العام يرجع الأهل يفوز 3-0 عزمالك في نفس البطولة تعالوا في إمبارات العودة لا هي ديت في نصف النهائي لبطولة دوري أفريقيا 2005 تعالوا نشوفها بنا للتذكير بيها لكنه الأهداف مش جاهزة دلوقت مش جاهزة مكتوبة لا مكتوبة ايه يا جماعة دولة 3 أهداف اللي احنا عرضناهم بشوانتس لا يا حبيبي لا اه في دي ليكوا أهداف هنا ولا ايه اللي تزعد ده قول ايه يا إبن الله في 2005 دي ملخشة على الهوى عموما اطلق بط اطلق بط لجوان كتيرة لكن يبقى دايما وابدا المعنى من اللي احنا بنعرضه لحضراتكم انه زي النهاردة في اي وقت وفي اي يوم في لحظة فرحة سعادة لجماهير الاهلي واعتقد ما فيش حد فرح جمهوره زي ما عملها الاهلي اللي خلصنا فيه كل الكلام ومع هذا فيه كلام مهم بعد الفاصل يا ابش مهندس اعتقد اغنية جديدة وفرحة مستمرة الفرحة مستمرة اغنية عجباني قوي لحن عبقاري خالد كلمات حلو عجباني جدا وليسه هيا ما حنسمع اغاني والاهلي بقولك ملهم ملهم طبعا لكن تعالي بقى انت تشاقيت شوية في مجالة الاهلي لان احنا الفقر دي فيه جولة فيه عنوين ما كتبه مصريا وعربيا مصريا وعربيا وكل حاجة فانا هبتدي بالعنوان اللي هتنزلكوا بمجالة الاهلي بكرة في السوق لانه فيه النجم هو الاهلي في رادس قبل التحدي وبروحه قهرة ترجي خلصنا فيك الكلام يا معلم الدنيا الغراب استاذ ابراهيم قاعد كده طفى النور وقاعد في البلكونة في الهوى واقعد حط شوية العنوين الحلوة دي صحف تونس ملك البطولات يصنع دائما المعجزات دي عنوين مجالة الاهلي وده اغلافه واحد من الاعداد اللي هتبقى مميزة جدا تحتفظ بيها للتاريخ لانه عدد مميز جدا يا رلنا تباقية الفقرات بقى الاخبار بعد المباراة يمكن كان كل الناس الحياة كل الجرائد قدت الاهلي جزء من حقه الكبير الاهلي الكبير حقه المستحيل دي الصفحة الاولى في الاخبار هزم الترجي في رادس وتأهل لنصف النهاء الافريقي وفي الصفحات الرياضية قالت الاخبار الاهل الفارس قهر الترجي في رادس المرد الاحمر هزم بطل تونس اتنين واحد في عقر داره وتأهل لنصف نهاية ابطال افريقيا بطل مصر يرسخ عودته للتوانسة ومعلول نجم اللقاء واجيه يغير الشكل الهجومي في الشوط الثاني الاهرام ايضا كانت احتفاليتها بالاهل كبيرة الاهل يفجر الفرحة في شوارع مصر وده قيمة الانجاز الرياضي لما ييجي في حاجة شعبية كبيرة جدا شوفوا مردود ده الشعبي في المزاج العام في البلد عامل ازاي تعرف يا سيد إبراهيم لم تقتصر المرة دي بجد فعلا مش كلام لم تقتصر فرحة على الاهلوية بيوت كتير جدا ملهاش في الكورة فرحة جدا وبيوت كتير جدا يعني لها انتماءات اخرى ايضا فرحة ده الاهرام وقال الاهرام في الصفحات الرياضية في عنوان بديع الحقيقة الاهلي ما اروعك بطل مصر يفوز على دولة الترجي لانه في تونس بيقولوا ترجي يا دولة على اساس انه قيمة كبيرة فالاهرام قالت بطل مصر يفوز على دولة الترجي في ملحمة الشوت الثاني البدري قلب الطاولة على البنزيرتي ومعلول رجل المبراهي الاول ده في الاهرام المسا قالت الاهلي فاز وصنع الاعجاز وقالت كمان الاهلي قام وفخام حول تأخره بهدف للفوز باثنين على الترجي في ملعبه وتأهل لنصف نهائي افريقيا وقالت المسا ايضا عن الكابتن حسام البدري قوله شكرا جمهور الاهل العظيم كنت واثقا من الفوز وخدعت الترجي في الشوت التاني اخبار الرياضة ايضا في عدد مميز لها ليلة حمرة في تونس الخضراء ده قوس قوس احبا ايوه الاهلي يسقط الترجي في رادس وملعب التيتش بوابة النصر الكبير في اشارة الى ايه اللي احنا قلناه رسالة التيتش رسالة التيتش وبمهوره العظيم جريدة الاخبار المسائي قالت الاهلي الجبار خلص على الترجي باقتدار الاخمر يعيد ذكريات رادس ويتأهل لنصف نهائي دور الابطال وقالت الاخبار المسائي ايضا الاهلي معد الناس الاحمر يرسخ عودة رادس ويزيح الترجي من طريقه الافريقي الامر ما اقتصرش على الصحف المصرية رويترز بقى شوف بقى وكالات الانباء العالمية والصحف العربية لما تبرز اللي عمله الاهلي رويترز الاهلي يكرر تفوقه في رادس ويبلغ قبل نهاية ابطال افريقيا وموقع جريدة البطولة المغربي احنا بنتكلم في المغرب الاهلي يكسر ام في الترجي في عقر داره ده مش عاجبني وكواس انه مش مش مصر مش تبعنا لكنه مغربي فيه عنف وفيه خروج عن المعنى الرياضي وقيم الرياضة لكن هم شافوا انه الاهلي كسر ام في الترجي بوابة الوسط الليبية ما دوبنا بقى في شمال افريقيا الاهلي يحقق معجزة جديدة في رادس ويعبر الترجي الى نصف النهائي عنوان وقور بقى يعني واخدينكم لدولة دولة عقاس السعودية كانت عنوان وقور شوية الاهلي المصري في نصف نهائي ابطال افريقيا افريقيا النيجيري اجايا يسجل هدف الفوز الصادم على الترجي كان حريص في بروازة دور اجايا النيجيري في ولكن تونس كيف رأى التونس تونس موقع تونس الرقمية الترجي الرياضي ينسحب بمرارة على يغادر يعني من رابطة ابطال الافريقيا على يد الاهل المصري ينسحب بمرارة خرج بمرارة جوهرة FM التونسية الترجي يودع رابطة الابطال على يد الاهل المصري وصحيفة الصباح التونسية الاهلي قلب المعطيات في رادس الترجي يغادر رابطة الأبطال مبكرا دي جولة في منشطات العنوين لكن في المواضيع البوابة الأهرام نقلت على المهندس محمود طاهر تصريح أن الأهل فريق لا يعرف المستحيل في أي مكان وقالت بوابة الأهرام أن المهندس محمود طاهر رئيس النادي المتواجد كان وقتها في تونس رئيسا للباسة أكد أن سخته في اللعبة والجهاز لم تهتز لحظة وأنه كان عنده ثقة كبيرة جدا في قدرتهم على قهر ما يراه البعض مستحيلا وأنه تحت أي ظرف وفي أي مكان بيظل لعبه النادي الأهلي وجهازهم الفني عند مستوى المسؤولية باستمرار ده تصريح المهندس محمود طاهر لبوابة الأهرام موقع في الجول كابتن حسام البدري بيقول الشكر لجمهور الأهلي وهذا ما قلته للعبين بنشتين الناس التحول اللي حصل الأهلي سيطر كابتن حسام البدري عمل إيه تظل كل ديت أسئلة مهمة شوية للزملة الصحفيين فكابتن حسام قال إن أنا كلامي بين الشتين للعبه ده كان أهم ده أهم بقى حاجة اللي الناس عادة تعرف قال إن أنا لما كنت اعتمدت طريقة الضغط العالي بضغط على الدفاع بتاع تونس من فوق قوي فما بيتقدموش التزموا أماكنهم وقفلوا مساحتهم لأن أنا ضغط عليه من فوق فبيقول أنا فكرت في استدراجهم والحقيقة ده زكاء شديد من حسام البدري لأنهم جابوا جون خلاص بالضبط فقالك أنا أرجع شوية بالضغط بتاعي لنص الملعب فهم هيدطروا يفكر التكتل الدفاع بتاعهم تلاحم ده فتظهر السغرات وتظهر الأخطاء في قلب الدفاع فبيقول لما تراجعت بالضغط بعد نص الملعب ادت لهم فرصة أن هم يفكوا حصارهم ويتقدموا عليها شوية مدام يتقدموا النص الملعب بدأت السغرات تظهر في الخطوط الخلفية عشان كده يستغل سرعة أجائيه انطلاقات وليد أزارو يبدأ على المعلول يخدعه شوية يوديه اليمين فيعمل الأوفر اللي بيسجل به الهدف الثاني أجائيه ده خدعت حسام البدري للتراجي وقال إن أنا بين الشرطين أوضحت للعيبة إن احنا لازم أن نظهر بنفس الشكل بتاعنا ولازم أن نفضل على هذا القدر في التماسك التكتيكي لكن تعالي بقى نشوف فيديوهات للمحللين دايما طارق دياب فاكهة حاضر لحظات الزهور بتاعتنا للآهل عنده تأدير كبير للآهل وعنده تأدير ودايما يرى الآهل في اللحظات التقلق طارق دياب يا جماعة صانع ألعاب التراجي يعني هو ابن التراجي ده اللاعب التاريخي لتونس صحيح أعظم صانع ألعاب إنما كانش في أفريقيا يعني هو عزيز بودربالة بيتنافسه في الحتة دي صديقك عزيز عزيز بودربالة الفنان عزيز بودربالة الفنان عزيز بودربالة الفنان عزيز بودربالة الفنان لكن طارق دياب لعيب محترم جدا 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 وبيحب يعني بيعتد وبينصف النادي الآهل لما بيؤدي هذا الأداء تعالوا نشوف قبل المباراة كان رأيي كابتن طارق ديابي موسيقى 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 صغير صغير في المنزة آخر مباراة لك في مسيرتك في مصر ضد نادي الأهلي في الدورة بعنيه وختام هومسك موسيقى موسيقى ولكن دائما تلقى نأخذ عمانا سفر سفر في تونس وعمانا سفر سفر في مصر وفزنا بضربات مباراة كان دائما صعبة فرق الاثين فرق كبيرة فرق عريقة فرق تلعب الأدوار الأولى تعاودين بصراحة اليوم مباراة ليس بسهرة مباراة مخيفة حتى جمع نور الترجل حتى أحباء الترجل خايفين المباراة حتى شعرنا البنزلتي صحيح ويعرفوا قيمة نادي الأهلي لكن أنا أقول اليوم الترجل عنده فرصة كبيرة لأن الأهلي ما يزموش يكتفي بالدفاع اليوم كما قال شكري الأهلي لازم يهاجم لازم يخلق لازم يسجل حتى ينتصروا لهذا ذكاء لعبين الترجل يستغلوا العامل هذا طيب دائما مقال من أيامنا الترجل الآلي ناديين كبار وشالين هموا بعض لكن دائما كنا نقلق من الآلي لأنه لعيب نادي كبير ولكن الآن الآلي موقفوا أكثر حرجا لأنه لازم يسجل ما هو ما عندهش حال تاني وحيجد صعوبة لأنه دائما اللي بيدافع غير اللي عايز يجيبه جوان ده قبل المباراة ولكن ماذا قال بعض المباراة بعدما الأهلي ألب الطاولة هنشوف بقى في رأيه ألب الطاولة والعمل إيه مباروك لكل أهلاوي وحظ أوفر لكل ترجي إذن هي مسألة ثقافة ومسألة تقاليد والأهلي يثبت مراراً وتكراراً أنه كبير القوم في أفريقيا مباروك لكل أهلاوي قدم الشوط الثاني رأى بدنياً كان حاضر أفضل من الترجي علي معلول اللي مشاهدناه في الشوط الأول كان محاسب في الشوط الثاني حرية مطلقة أين الشعريري وخصاً المباركي في الهدف الأول أو في الهدف الثاني سعي خطأ من حارس المرمى لكن واضح الترجي وغريب أن الترجي نهار بدنياً بعد الهدف التعادل هل يدفع ضريبة مشاركة في البطولة العربية في الصف الأول ومشاركة المنطخب الوطني تقريباً سبع لعبين في المنطخب الوطني التونسي بالنسبة للترجي ممكن لأنه عكس الشوط الثاني عكس الشوط الأول نشوفوا الهدف الأول ونشوفه صحيح أخطأ الحارس لكن نشوفه هنا علي معلول كان وحده كان بدون رقابة وحده وهذه مشكلة يعني شوط الثاني علي معلول عبما يحريري ما شوفه وحده بدون رقاب. وشفنا يمين ويصار كبتل. يمين ويصار في الهدف الأول وفي الهدف الثاني. وحتى المدرب ذكي أدخل اللاعب على الجهة اليسرى. أدخل الجنور على الجهة اليسرى حتى يستغل. كأنه عرف أن الجهة اليسرى معاش فما تقتية. يعني هناك حرية لللاعب على الجهة اليسرى. سوى معلول أو جنور. جنور يسجل الهدف جاملنا الجهة اليسرى. لأنه مباركة ما كانش موجود في الهدف. لأنه لاعب أخطأ في وسط الميدان. شوفوا لنا. وخطأ بصراحة حتى الحارس يتهي. لأنه مش ما أقول. حارس عنده خبرة وحارس منتخب يخطأ بالطريقة هذه. شوف رجع الكرة بطريقة سيئة وحده. كان ممكن أن يمسك الكرة. وحده. ليس هناك معتها لعبين معاه. المشرة الكبيرة في الترجي هو اللاقة البدنية. ثم الشي الغريب أنه أصبح يلعب الكرات التويلة. الكرات الترويلة. بعد الهدف الثاني أصبح لعب الترجي بشكل عشوائي. يعني الرأي بمنتهى الاعتراف والإشادة والتأدير. هو شايف أن فقدوا التركيز وفقدوا القدرة على الرقابة. وعلي معلول بقى الوحده. واعتمدوا على الكرات التويلة. وأنا شايف أن ده نتيجة أن الآلي فرضوا أسلوبه عليه. يعني الخطة التي وضعها الكابتن حسام للسيطرة على وسط الملعب. والدفاع المتأخر قليلا. خليته ما يعرفهش أتبادل الكرة في الحتة دي. واعتمدوا على أن هم يعني يشغلوا الأهلي بالكرات الطويلة يمكن يغلطوا. ما هم شايفوا ثلاث أخطاء في المباراة القاهرة. أي. المباراة القاهرة وهنا. يعني فرادوس. لكن الأهلي من خلال هجمات المرتدة قلب الموزين. واحد واحد. في ناس تقولك رجع المباراة لنقطة الصفر. لا. ده نرجعها لنقطة إيجابية. أنت كان لو تعادلت واحد واحد تأخره. أي. طب لو صفر صفر عايز تجيبه ليه؟ عشان على الأقل تضمن. أنت كده قربت. على الأقل تضمن أنك تتعادل. واحد واحد أنت قربت. فواحد واحد بقى ناقص لك تجيب جون. جون الاطمئنان. يتلعب ضربات. يتسعد بيه يتعد و تلعب ضربات تلك. بالضبط كده. فلا واحد واحد كانت كويسة قوي. يعني. خطوة على الطريق. خطوة مهمة. لذلك الجون علي معلول المبكر ده جون سحري. يعني. لما الجون ييجي من ضرب الجزاء في آخر الشوت الأول. وجون التعادي ييجي في أول الشوت الثاني. ده سيناريو جميل جدا. فالكامتين طارق دياب رأى أن الأهلي دفعهم إلى العشوائية في الأداء. هذا تقدير مؤكد. لما تشوف المحاور اللي بيقول لهم ويقى الأهلي إيه. قال لهم دي مسألة ثقافة وتقاليد وقامة. لا. كبير القامة الأفريقية. كبير. كبير. ما تدبوننا البتاعة دي تاني. كبير القامة الأفريقية. مش كبير القامة الأفريقية جميل قوي. آه. ها؟ الشوارب مش هيبخل عليك همون. هاتهلنا معلش تاني. هاتهلنا معلش تاني. التعليق الأولاني بس كده بتاعه. لكن الحقيقة يمكن الملاحظ. هي احنا كلها قلبة عرب في عرب بقى. لأنه الأطراف الأربعة في الدور قبل النهائي عرب. تحاد العاصمة الجزائري مع الوداد البيضاوي المغربي. الأهل المصري مع النجم الساحل التونسي. الأربعة عرب. علي معلول التونسي يقود الأهل للفوزة على الترجل التونسي. طب تشوفها تاني؟ نشوف. لكل أهلاوي وحظ أوفر لكل ترجيه إذن هي مسألة تقافة ومسألة تقاليد. والأهل يثبت مرارا وتكرارا أنه كبير القوم في أفريقيا. مبلش حاجة من عندك. بصراحة مبلوك للأهلوية. الأهل يثبت أنه كبير القوم في أفريقيا. شوف بقى لما تفرض احترامك على الناس يقولوا إيه؟ اه. يحفظ التعبير ده. اه. لأنه هو ده. كبير القوم. كمير. لازم يظل كبير القوم في أفريقيا. عشان بقى إيه؟ ها؟ حيجب برضه نصت تفاصلك في الأوقات دي. هل إحنا لما نحناها للأهل؟ لا. ولا الأهل انتزعها نتيجة من منافسين. من منافسين نتيجة أنه بيؤدي باحترام. يجبر الآخرين على احترامه. ومش أي أخرين. كبير القوم في أفريقيا. مش أي أخرين. ساجل يا تاريخ. بص النهاردة كبير القوم في أفريقيا. عصام الشوال التونسي. الترجاو الأهلاوي. قبل كده كان له تعبير ظريف جدا. لو لا الأهل في أفريقيا. لكان لأندية تونس شأنه آخر. جميل. يعني هو شايف أنه. جميل جميل. اللي حاجب على التوانسة كأندية. فرص التفوق في أفريقيا. وجود الأهلي. فأنا ما أعتقدش. هناك تقدير أرفع. من تقدير المنافسين وأنصارهم. ماذا قال وائل جمعة. في تحليله عن كبير القوم. نتفرد. مهمة وتكلمنا في البداية على تقاليد الأهلي ورغبة الأهلي دايما في الانتصار والمسئولية وتحمل الظروف الصعبة دايما. رد الفعل كان ممتاز بين الشوتين من اللاعبين. تغيير كابتن حسام لطريقة اللعب و4-4-2. وطلوع عبدالله السعيد من العمق المقفول بكوليبالي وفرانكم وإنه يلعب قدام أحمد فتحي ويعمل جبها مع أحمد فتحي. حرر علي معلول الشوت التاني بطريقة ممتازة. أنا مبسوط جدا عشان علي معلول وعشان شريف إكرامي. الاتنين اللي تسببوا في الخطأ الهدف دخول أجاية مع أزارو واللي يعني أجاية كرأس حربة تاني استغل للمسحة. لعب رأس حربة مع أزارو ولكن أنا شايف أكتر نقطة أفادة النادي الأهلي اللي يقل بطنية مهند. النار ده لعيبة وقفة على رجليها كويس جدا توفيق كبير جدا في توقيت الهدف. توقيت الهدف الأول اللي أحرزه علي معلول توقيته ممتاز للنادي. علي معلول براءة والعلم الكامل أشتر. يعني طبعا صلح الخطأ بتاع الشوت الأول مع شريف وأنا مبسوط جدا عشان هم هما الاثنين تحديدا. بقيت اللاعبين الشوت التاني أدوا بأداء ممتاز وتحديدا أحمد فتحي روح ختلية عالية جدا كعادة أحمد فتحي. حسام عشور أدى أداء ممتاز بخبرة موجودة الشوت التاني. علي معلول زي ما قلت رامي ونجيب تحسن أداءهم الشوت التاني. ده الهدف اللي أحرزه طبعا علي معلول بخطأ من معيز بن شريفية ويتحمل مسؤوليته بشكل كبير جدا. لأن في اللقطة دي يا كابتن طارق المدافعين بيتركوا الحارس يتعامل مع الكورة. إنما يحسب لعلي معلول تكملته. بص هنا الناحية البدنية فرقت زي مع نادي الأهلي استغلال المساحات اللي بدأت تبقى موجودة في الدفاع. علي معلول الباكليفت موجود في الجناح اليمين بروح وإصرار كبير جدا. عدم موجود المدفع المباركي الموجود وعدم موجود شمام في الناحية بدنية مش ضعيفة جدا عند لعبة الترجع أثرت عليهم الشوت التاني. يحسب زي ما قلت الناحية البدنية الإعداد البدني جيد جدا للعبة النادي الأهلي. تغييرات كابتن حسام وتوفيقها أجاية لأنا شايفه إنه ما يسلوحش غير راس حربه. ما ينفعش ألعبه جديد. كابتن وقل جمعة طبعا حلل وأوعز إلى الفارق في الياقة البدنية اللي ما ممكنتش فريق الترجع يتمركز ويروح مع الكرات الخطر وهو يفضل دائما إن أجايب أرس حربه وهو تملم في حاجة ملاحظة على أجايبه. لا هو مش مختنع أو أجايب إلا كرس حربه يمكن. الله أعلم لكن في كل الأحوال أجايبه إلا عيب مهمة جدا. طبعا. وتعال بحنشوف أبو تريكا. أبو تريكا الذي نقل عنه كلام مهم جدا. شوف أبو تريكا في الستيديو ده عشان الناس تبقى عارفة قصة الفيديو ده. أبو تريكا كان في الستيديو اللي بيحل المباراة ليبر بول. فما كانش معني بمتابعة مباراة الأهلي. لكن حنشوف إنه موزيع الستيديو ناكشو. لا الترججة بجون. أيوة ناكشو. فشوف أبو تريكا بعد ما الأهلي يجيه فيه جون توقع إيه. نشوف. كل الأزمات والسلبيات قدر يخرج بثلاث نقاط مهمة بالنسبة للفريد. فترة صعبة على كلوب. فترة صعبة. وعليك. وعليك. أيوة. الترجج متقدم على الأهلي واحد صدر. اثنين واحد إن شاء الله. أسف أن يعطيك هالخبر يعني بس جلت أخليك في الصورة أعطيك أبديت يعني. إن شاء الله. هذا الخبر. يعني هو قال له يا مش ماندس. قال له آسف أعطيك هذا الخبر. الترجج متقدم. قال له كلوب هيبه في موقف صعب. قال له صعب عليه وعليك. قال له عليا طب عليا ليه. وبيتكلم على مباراة في أوروبا. قال له عليا ليه. قال له عشان الترجج يجب جون في الأهلي. آسف قال له آسف أعطيك هذا الخبر. قال له اثنين واحد إن شاء الله. قال له الترجج يجب جون. قال له هتبقى اثنين واحد إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن علي مهر. نرجع مصر بقى في أونس بورت نشوف الكابتن علي ماهر شاف اللي حصل في رادس إزاي بصي حاجة تانية ميدو مهمة جدا كابتن ميدحط فعد الفرق بين قوي بين الترجع والأهلي في نقطة مهمة جدا نقطة فاصلة بصي نادي الأهلي لما جيه في الجون في الترجع لما جيه في الجون بين الشوتين استفزي إزاي بقى الموضوع بالنسباله هينزل هيموت عقواء وإصرار وعاديما أننا هاخد نازم أكثر بصي لما جيه في جون في فرقة الترجع وقعي إزاي فرقة الترجع لما جيه في جون وقعي وبقى هم يزايما كنا نسب من الكلمة أنا وميدو بقى يهاجموا بسبعة يعني أنت بتهاجم الأهلي بسبعة إزاي تقدرش يعمل كده مع وليه انت واحد واحد صعب وليه انت واحد واحد صعب كلم على فوز البنزارك طبعا كانت فوز من دارك كبير ومن دارك محترم لكن بص الفرق ده فرقة إزاي قدرت أنها تطلع اللجواها وإن أنا هكسب واللعيب الشخصية بقى تبان وإن أنا ما بقعش في الظروف دي هو ده بقى الفرق بين اللعيب واللعيب كبيره والخبرات وحاجة إيه تقل ده كانت لا لا بأي فرقة في الدنيا تقع ما فيش كلام وإنت واحد صفر كمانت بتخلص بتخلص خاء يعني خلاص وإنت اتنين اتنين وهم بقى كانت بص بقى الفرق إن هم بقى يجي ويجي وروحوا بعد الجون ما جي فيهم تحس إن هم افتقروا الزكريات بتحييتهم في رادس آآ سيئا بالضبط برافو عليك نفسين طيب كابتن عالمهر بيتكلم على الانضباط التكتيكي إنه الأهلي يعني يجي فيه جون شوف بيتحامل مع الجيم إزاي طيب إنت عايز تعرف بقى قيمة النادي الأهلي شوفوا عند اللعيبة اللي بتخرج من نادي الأهلي مش كل اللعيبة اللعيبة صح اللي لما تتكلم وهي بره نادي الأهلي تتكلم إزاي وترجع مش وهاية في النادي الأهلي شوف بقى كابتن شريف عبد الفضيل نادي الأهلي طبعا أنا ببارك الأول لجمهور النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني النادي الأهلي ومجلس الإدارة ده حاجة احنا متعودين عليها من نادي الأهلي من زمان نادي الأهلي أنا كنت متواجد فيه لست سبع مواسم في الفترة اللي فاتت عارف يعني إيه لما بتخش نادي الأهلي بيلعب على بطولة ويلعب على شيء مهم زي دوت وبيقدر قد إيه الموقف اللي هو داخل فيه في المراحل الأخيرة وقد إيه هو مستني المكسب بيبقى مهم قوي بالنسبة له وإني أعرف قد إيه الجمهور العظيم وراه في الفترة اللي جاية دي بيبقى قد إيه محتاج إنه هو لعيب زي دوت بيبقى محتاج يخش عليه بيفرحه ويدخل السعادة عليه لا ده علي كمان يعني أنا عجبتني قوي روح علي وقوته وإصراره وإني يرجع تاني في الموتش جو يعني هو نفسه ورجع في الموتش ده حاجة كويسة جدا ده الدول على دي بقى اللعيبة دي ميست اللعيبة الكبار يمكن بس هو الخطأ اللي حصل طبعا من علي معلول في نهاية الشرط الأولاني هو اللي أثر بالسلب على النتيجة أو هز الفرقة لحد ما أنت لو تلاحظ الشرط التاني كابتن حسام تعامل بشكل رهيب ويعني تكتك عجبني جدا بدأ عشان ما يستنفس كل الطاقة بتاعته في الشرط التاني بدأ يعمل زون من عنده نص ملعبه ويلعب في المساحات الفارغة في خلف المدافعين اللي على الأطراف كان أداءه فوق الرواعة وده يعني ده تكتك عامله كابتن حسام بشكل كويسة عجبني جدا يعني أنا مبسوط أنه بدأ بالتكتك ده بصراح وبتغيراته كمان كانت مميزة شريف عفضيل نيولوك يعني لسه يعني قوامه زي ما هو وربها ده بس شريف في نفس الحلقة دي له كلام مهم جدا ده اللي أنا كنت بلمح ليه يعني ياريت تجيب هنا بيتكلم عن نادي الأهلي وعلى جيز زي نادي الأهلي ويعني لو كان عرض عليه يلعب في الزمالك يعني عندما دوفي على الاختيار بين الآلي والزمالك لماذا اختار الآلي ده كلام مهم ده اللي أنا عايزة أقول إيه اللعيب خرج من نادي الأهلي ممكن يخرج وقد اوه غير صدر زي غيره وفيه غيره عمل كده واخد بالك لكن هو ما عملش شوف أنا ياريت لتدورون عليها دي طيب عندنا وقت على ما تجهز إن شاء الله كابتن عماد متعب في الموقع الرسمي للنادي الأهلي تحدث عن أهمية الخبرة ودي جماعة مسألة في منتهى الأهمية لما يكون الفريق فيه شريف إكرامي وعماد متعب وحسام عشور وليد سليمان عبدالله السعيد مش عايز أنسى حد من عناصر الخبرة أحمد فاتحي طبعا عناصر الخبرة التقيلة اللي شايلة العناصر الجديدة والعناصر الصغيرة اللي طلع هي دي فكرة لضم الأجيال باستمرار هتلاقي في مجموعة من تجربة سابقة بتكمل مع تجربة جديدة عشان تديها عصارة خبراتها وتبدأ تحطها على الطريق الصحيح لأنه مش أي حد يلعب في النادي الأهلي انت لك تعبير عبقري أنه اللعب للأهلي ده متقيل قوي مش أي لعب يستحمله لا اللعب بس اللي عايز يقوم لنفسه حاجة اللي عايز يتطور اللي عايز يشعر بقيمة الفريق اللي عايز مجد حقيقي بص عندما قتيت بأحمد فتحي ودخلت على مستر مانجسي قال له كده قدامي قال له انت لعب كبير وانا عارفك لكن احنا هنا عائلة if you want to play individual عايز يلعب فاردي لو عايز يلعب فاردي وقوم بلعب كلها لوحده إنما في الأهلع البطل هو الأهل من هذا المعنى وهذا هو تكريس الفكرة منو الجوزي ده والله التاريخ هيذكر له لما ينصفه واحد من المجددين في الفكر الكرة والمصري إنجاز التعبير إنه فعلا أدخل حاجات كتيرة ما زالت بصمتها موجودة بص كان ليك حديث معايا وإحنا رجعين بالكاسة العالم حديثة تسع سعاد اشتريت له انت بتاع كده بتسجل تسع سعاد فكر وقلت له ده تلتمية وستين ساعة بيسجل تلتمية وستين ساعة جاهز صغير كده جبته من اليابان وعدت تسجل معاه وأنا رامي ودني طبعا ما قدرش تتابع كل الوقت لإحنا تغدينه وتعشيته لكن هو خرجنا بانطباع وإنت كملت وقولي إنه الرجل ده ما بيعملش حاجة بالصدفة لإنه فيلسوفه قارق يعني هو قبل ما يجي مصر قال لك أنا قريت عن مصر أدب عربي مترجم قريت أدب عربي مش أرى تاريخ أرى تاريخ وأرى أدب أنت عايز أتعرف على الشخصية العربية وإيه المؤسرات التي فيها ومفاتيحها إزاي موضحهم إيه لي بتهموهم فاستطاع هذا الفيلسوف أن يأتي إلى مصر وهو يعلم حيتعامل مع المصرين إزاي لكن له كلمة قالها الكابتن صالح وأنا قاعد وكنا لسه بنتكلم على إبراهيم سعيد كان الكابتن صالح وقتها مش متحمس أول فأنا بقول له نسأل ميستر مانول فميستر مانول قال له ميستر مانول هو لعيب متعب وحييجي يعمل لك ده وشاو قال له بص قراراتك ما ليش دعو بيها يعني زي أنت شاف اللي ده قرار ترباوي لكن لو أنت الآن على إني هتعامل معي إزاي ده تخصصي أنا في الحتة دي متخصص كيف أتعامل مع اللاعبين النوعية دي كل الأنواع قال له أنا عارف أتعامل مع كل لاعب إزاي إزاي وأعرف إزاي أنه يبقى واحد موجود جول فرقة ما عندهش مشكلة واحدة معنا وده قرارك يا كابتن صالح فهي دي دماغه دماغه أنا عارف لأن خلي بالك هو النادي الأهلي وهي دي قيمة اللاعبة الكبيرة أنت بتقول عماد متعب ونقل القبرات ما هو الملعب مش كل حاجة طبعا قيمة اللاعب الكبير والكوتش الكبير مش ملعب صحيح ده حياة أه تهيئة الفريق أن تنقل الحياة تنقل التقاليد ونرجع نقول السوابت والقيم لما ييجي كابتن عماد متعب ينقل اللاعبة الجديدة إيه المسموح به في الأهلي وإيه اللي مش مسموح به لما ييجي يدي لهم قضوة ونموذج كابتن حسام كابتن أبو تريكا كابتن بركات كابتن عماد النحات كابتن واق الجمعة كل الكبات اللي بتوع كابتن حسام عشور كابتن شريف إكرامي النهاردة أنه بيتجاوز إزاي الصعاب وبيخرج منها إزاي ما بيقعدش يشتاكي وشتموني وقالولي وضيع وقته في النواح والبوكة خلاص غلطة حتحملها واعتزل لإصحاب الشأن ونبتدي بداية جديدة هذا هو مفاتيح النادي الأهلي اللي برضو أرجع أقولك مسؤوليتنا أن نحافظ عليها واللي مش حيحافظ عليها والله صدقني بيرتكب جريمة لأن الأهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم سر عظمة الأهلي في شط حاجات اللي احنا بنقولها دي صحيح لما تيجي تشوف أماد متعب بيعمل إزاي ولذلك كان نفسي جدا تجيبونا شريف عم فضيل جدا يعني يا رب تجيبوه بمناسبة منو الجزيو والظرف اللي فرعت الأهلي فيه دلوقت أن أنت فرحت وطبعا ده أكيد مش غايب على كابتن حسام البدري ولا كابتن ساد عب حفيز وكلهما عاصر منو الجزيو في الظروف زي كده أنا اللي بتكلم على أنه منو الجزيو لو كتب تاريخ الكرة المصرية بإنصاف هيكون واحد من أهم المجددين في الفكر الرياضي المصري لأنه الرجل ده لما يلفت نظرنا لمقولة مهمة جدا أخرتنا كتير قال أنا بلاحظ أن أنتو بتفرحوا كتير وبتعيشوا في الفرحة كتير وبعد أي انتصار عندكو أو فرحة بيحصل ضربات لأنه تقريبا ما بتعرفوش تنجحوا وانتو فرحانين أيو عندما أطمئن أخاذ أنا مش بقول بالضبط عندما أخاذ فأطمئن موانس عدل الحلقة اللي فاتت لما تكلم على جزئية المهم إن احنا ما نطولش في الفرحة المهم إن احنا نركز في اللي هيحصل الرجل كان دايما وأبدا تاني يوم للفوز ببطولة لازم أن يدور على لعيب يخطفوا لعيب إيه ده كان يعمل مشكلة ويلغي التمرير ويفتعل أي أزمة ويدرب الروس الكبيرة يعني ممكن يخطف أبو تريكا يخطف بركات يخطف واق الجمعة على أي تلكيكة بس علشان يفرغ اللعيبة من الهوى الكبير اللي خدوه نتيجة الفوز والفرح وكان لهم أقول ليهم دايما اللي حصل إمبارح ده راح المتحف ده في التاريخ إحنا أولاد النهاردة عندكم التحدي اللي جاي ويبدأ يتفنن في إزاي يخلق ويصنع دوافع وعلى فكرة كتير من مدربنا مع كل الاحترام والتقدير لهم ما كانش حد واقف باهتمام عند نظريت الدوافع الناس بتبزي المجهود في الإعداد الفني في الوضع التكتيكي في المأسألة البدنية لكن نظريت الدوافع وتأثيرها على الإنسان لأنه ربما كابتن يا أستاذ إبراهيم يكون الكابتن الجهري أول مدرب مصري يقف عندها كويس للتفت لأهميتها وكان بيبالغ جدا فيها الدرجة أنه كان بتتقطع منه ده كان بيعمل دفكاس العالم عمل إيه لنخد اللعب وفراغ الفرقة حلاعب النهاردة انجلترا يجيب الـ 22 اللعب يصوره ويحط اللعب بع كل لعيب يعني يقول له أنت ده يحفظ شكله ده عشان لما تشوفه في الملعب تعرف أنه هو ده بتاعك وما تفجأش به يقول له حطه على المراية أنا فرود السير طرهافة فهو يحط على المراية بحيث أنه يصبح ويمسى عليه ويتكلم معاه فاللعيب ينزل عارفه زي جات له دي لا دي موهبة اختصر الفوارد موهبة موهبة عند الناس موهبة بتركيز وعايش للكورة عايش للكورة قوي يعني واقل جمعة أظن واقل قبل المباراة سمعت منه جملة وهو بيتكلم قال مستر مانول في الظروف دي كان دايما بيقول لنا الأسوأ من الهزيمة قال لا تسعى للفوز أيوة طبعا يعني اعمل عليك ايوة ده اللي احنا أكدنا عليه الحلقة الماضية الاحترام لنسعد لي ويف عنده كتير لا حتى لما كنا بنقول هنكسب وإن شاء الله هنكسب واللعيبة لازم أن تعمل كان رأينا لا اعمل أقصى ما في جهد عليك أقصى جهد عندك تعمله وتبقى سعيد السينما بتقدم لنا بتقدم لنا ساعات نمازج لو نتعلم منها أول روكي وان واحد بشحمه لحم كده مش ملاكم ولا عندهش موهب ولا بتاع واخترون يعمل ماتش فانتازيا مع بطل العالم قعدت مرة المباراة بقى اللي هي على اللقب دي ال 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 روكي الوستلون كل اللي كان بيعمله إيه أن يتلقى الضربات وقال لا يقطع عليه بالضربة القضية يخرج باحترام محدش عارفه مين ده أنهك الراجل فضل يضربه والدرجة يقول طب هعمل فيه ايه تاني مش راضي يقع يعني بطل العالم ده فضل يضرب فيه مش راضي فوالآخر كامل 15 جولة وكله بقى دم ومتورم يعني مقفولة وبتاع بس حقق هالاحترام روكي تو بقى بطل العالم هذا هو المعنى عندما تكون حتى الناس مش منتبهة إليك تستطيع تنتزع الاحترام الذي يقودك إلى النصر طيب عموما الفرحة اللي الاهل عملها وادخالها على كل المصريين شفنا ناس كتيرة جدا الحياة من جماهير نادي الزمالك ومن اعلاميين موصوفين او معرفين ان هما زمالك ومصنفين ان هما زمالكوية عايشوا مع الاهل بتقدير كبير جدا لما حدث فرحة الاهلي والتقدير الكبير لانجاز الاهلي لم يتوقف حتى على الحدود المصرية فقط تخطى الحدود غزة وفلسطين العزيزة الحبيبة كلها عاشت الحدث واحتفلت بالاهلي واحتفت بانجازه معنا على الهاتف من غزة صديقك العزيز اسامة عمر المتحدث الاعلامي اللي رابطت محبي ومشجع الاهلي في فلسطين يا اسامة مساء الخير مساء الخير سيد ابراهيم كابتن عدل مساء الخير اهلا بيكم وحشنا وان شاء الله تكونوا فرحتوا بالاهلي والله احنا الاهلي هو مصدر الفرحة والسعادة اول شيء مساء الخير وكل عام وانتم بخير بمناسبة العام الهجر الجديد طبعا احنا بداية سيد ابراهيم الاهلي طبعا هو مع الكبار دائما الفرحة والسعادة كما قلت ونستغل هذه الفرصة وبداية بسعدنا من خلال قناة النادي الاهلي وبرنامجكم الكريم ان احنا كفلسطينيين وكشعب فلسطيني ان يبرط رسالة شكر وتقدير من خلال هذه القناة المحترمة لمصر الاوروبا قيادة وحكومة وشعبا على الجهود المتواصلة والمستمرة في دعم الشعب الفلسطيني ودعم صفوق ثابتة ومسعيها الجادة في طي صفحة الانقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية مصر التي نعتز بها ونقدرها والشعب الفلسطيني عامة يكون كل الاحترام للمسر طبعا احنا مع النادي الآلي من خلال تواصلنا مع مجلس إدارة النادي الآلي والدميز نادي الآلي والنادي الآلي بعظمة وهذه الليلة السعيدة مع النادي الآلي والنادي الآلي دائما هو مصدر الفرحة احنا في رابط محبي وعشاق النادي الآلي المصري بقيادة الاخ الكبير الكفن على خارج وكوادر الرابطة طبعا تواصلنا مع حداثة النادي الاهلي في رابط وأيضا مع ناديس الإدارة مع الأستاذ عمد وحيد ومع الأستاذ محمد وجبي ومع كل الناس اللي كانوا متواجدين في رابط وفي القاهرة وبركنا للنادي الاهلي وللأجهزة الفنية واللاعبين وجمهير النادي الاهلي الوفية على الفوز الغالي في رابط وهذا الشيء إنما يعطينا إنه كالعادة لا جديد يؤثر ولا قديم يعاد نحن الأبطال وظمنه للوهدة الأولى أن الفارس قد فقط ولكن نتذكر أستاذ إبراهيم وكبت عدلي من خلال هذه الكلمات للزعيم الفلسطيني الراحل يأسى العرفاء دائما نقول يا جبل ما يهزك ريح كان الانتصار فيه الموقف برادس فالمشتحيل لا كان لا أستاذ إبراهيم بطولات إنجازات مليار أفضير زماهير بتغير على نادي عظيم وكبير ما بين الأمل أثناء مباراة التعادل في القائرة ما بين الأمل والخوف والإرادة والعزيمة تجلت روح الفن إلى الحمرى برادس شكرا لجمهير النادي الآلي التي آذر في الفريق في مختار الكيتش ومختار الكيتش هذا الذي يعطينا الكينون ويعطينا الرمزية مختار الكيتش الذي زار فلسطين وأكد على أن مصر وفلسطين هي قلب واحد في الزيارة واردحة تاريخية في عام 1943 هذا الجمهور الواعي الذي سند الفريق له كل الاحترام والتقدير كان مع الموعد شكرا للكتيبة الأهلوية بقيادة الكبد الحسان البجري الكتيبة المناظلة التي كانت على قدر المسؤولية في المكان والزمان ونؤكد أن الأهل دائما هو بمن حضر أخطأ من قال أن الزمن الأهل قد فات فكان عقاب الأهل الأهل بمن حضر شخصية ثوب البطن نتجسد دائما الأهل كبير وكالعادة لا جديد الأهل حديد نهني أنفسنا ونهني الجميع ونقول كلمة الصديق العزيز أفام الشوالي عندما قال لو لا الأهل بأفريقيا لكان الأنبياء التونسية شانو الآخر شكرا على ما أسعدنا به النادي الآلي شكرا لكل الناس وكل الكتيبة الأهلوية شكرا لكل جمهير النادي الآلي نحن على موعد القريب إن شاء الله مع مبورات النجم وفعلا الأهل هو النجم كما تحدث به الكبتن عجل القيام نحن بنقول المستحيل ليس أهلاوي المستحيل ليس أهلاوي والأهل دائما يتحفن بالمواقف وعند الصعاب تتجلى الإرادة والعزيمة إن شاء الله نلتقي على الفرحة دائما ودامة مصر ودامة نادي الآلي ودامة أمراء دامت دياركم عاملة بالأفراح كارث العدل وأستاذ إبراهيم شكرا جزيلا ودامة فلسطين أستاذ أسامة وأيضا مصر تبادلكم الاهتمام والحب والهموم أعتقد الموقف المصري ونجاح القيادة المصرية في أحداث هذه المصالحة الكبيرة المهمة وحل أزمة الانتسام لا حد واجهي كلم علي لكن بدأها بالتقدير الكامل للموقف المصري أن يعلم أن القضية في قلب كل مصري وفي قلب المسؤولين يتصرفون طبق المعطيات الدولية فيما هو يمكن أن ينتزع من حقوق الفلسطين أما التحدث بالشعرات والتشدق بها خذ منك كثير سواء في الأهل أو خارج الأهل ولكن أن تشعر من كلامنا الأهلي هو مصدر السعادة وأيضا مصدر الإلهام لتحقيق المستحيل والتغلب على الصعاب حتى لمن يكابدون الظروف الصعبة هذا هو الفخر الذي ندعيه أن الأهلي يستطيع أن يقدم هذا النموذج ويقدم هذا النموذج ويقدم فرصة السعادة مش بس اللي عشاقه في الداخل ده لكل محيطه العربي والقاري طيب شريف إكرامي في قط اللبس بعد المباراة وعاقب فوز الأهلي عرفنا أنه من تأسره الشديد بكى إكرامي الأب كانت مشاعره إيه وشاف المسألة إزاي بعد الفاصل أهلا بحضراتكو من جديد الحياة ما بين التحول في برج العرب إلى الردس كان فيه نجوم على الطريق وكان فيه معاني كتير قوي تدفقت ما بين ما حدث في برج العرب ثم ما حدث فيه استاد مختار التيتش ثم ظهرت نتيجته فيه ردس الرابط بين المناطق التلاتة برج العرب التيتش ردس شريف إكرامي لأنه خطأ مؤثر جدا فادح جدا الأخطاء السازجة اللي بتحصل من كل الحراس في العالم حصن من شريف الناس انهالت عليه طعنا وأوقعوا بينه وبين جماهير النادي الأهلي واشتغلت السوشيال ميديا عليه بعنف لكن جمهور الأهلي ده كان له رأيي تاني خالص مع الشريف اللي كان في ردس عند مستوى الثقة فيه ورد الجميل لهذه الجماهير بأداء رائع جدا حتى بعد الهدف اللي بدأ به الترجي يعني أنت أستاذ برايب قلت كلمة قبل ما نجيب كلمة واحدة لا ما تصبر علي ما تشل تتنيش أنا عايز أخذ منك كلمة بتدري حاجة قابش علي قلت كلمة الرسالة اللي عايزين نوصلها بس يك الناس ستماعن في اللي قصدنا فيه مش بنبرر بس بنقول عندما يصبح الخطأ سازج يبقى مش خطأ فني يبقى خطأ لحظي يعني أنا مش ناتج عن قدرة مش ناتج عن كفاءة مش معيار كفاءة لحظة سرحان لحظة تردد في الفكر فكرت مرتين قلت ساعتها مزعج مؤلم لا وانا قلت كده ما كان عنوانها كده لأن لما الكبار يخطأوا هذا الخطأ مش معقولة أني ده أقيمه فده دي الرسالة أرجو بس إخواتنا الصغيرين يفهموا وكان قصدنا إيه وده أعتقد اللي سابت بعد كده بمجرد شحنة الصقة اللي خدها والحميمية اللي خدها شريف شفنا التوازن اللي قد به رغم يعني برضو اتحسب ضربة جزاء ومحرجة وكل حاجة لكن أن يستعيد الزمام ده لأنه حسن ورجو مور فاهم هو يا شباب اللي حب الأهل يحبوا كده بقى صراحة فأتفضل شريف شفنا ماذا تأثروا فما بالك في الأب الكابتن إكرامي وحش أفريقيا اللي الناس اعتقدت أنه شريف بيلعب في الأهل عشان أبوه إكرامي شفتوا كده ما حدش قال شريف صاحب الشباك العزراء السنة اللي فاتت ما حدش قال أنه شريف شايل الأهل في كام بطولة في كام موسم إكرامي الأهل صاحب الشخصية القوية والفضل للجمهور ده رأي شريف إكرامي بعد المباراة زي ما نقلها عنه الموقع الرسمي أن الأهل وأنا يمكن في الفصل القصير دلوقتي كنت بتكلم أنا والمان سعد لي على الفرق الأربعة المتأهلة اللي قالبت عرب الأربعة اللي في النصف النهاي الأربعة عرب الأهلي والنجم التونسي والتحاد العصر شمال أفريقيا وعرب بقت المنطقة هي البطولة هنا رأينا البسيط المتواضع أنه الأربعة يبقى الأهلي صاحب أعلى الحزوز بفضل الشخصية شخصيته كفريق خبرات اللعيبة انضباطها التكتيكي يبقى مميزا في هذه السمات الكرة هتعمل المستوى الفني للمنافسين لأحكام الملعب توفيق الملعب لكنه وفقا للشخصية الحقيقية للفريق الأبرز فيها الأهلي ده رأي كان شريف إكرامي اللي نسب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فيما تحقق لجمهور الأهل العظيم ده شريف كابتن إكرامي وهو بيشوف ابنه بتعرض لما تعرض له ثم أنصف هذا الإنصاف في العودة نشوف الكابتن إكرامي في دي أم سي ربنا يكرمك الحمد لله طبعا ربنا كريم والله يبرك فيك وهو ده النادي الأهلي بالعاية النادي الأهلي في المواقف الصعبة في الظروف الصعبة بيكون رجال على قد المسئولية والحمد لله طبعا على أداء شريف النهاردة ومش عايزين نرجع للماضي اللي فات خلاص انتهى ويمكن ده اللي أنا قلته لشريف بعد المباراة الأولى النية اللي كانت في برج العرب إن إحنا نرمي وراء ضهرنا وراء ضهرنا اللي فات ونفكر في اللي جاي والحمد لله طبعا أنت قلت إن شريف عنده ثقة نفسه وعنده ثبات والحمد لله شخصيته قوية جدا وبيقدر يتحمل الضغوط اللي بيتعرض لها والحمد لله عدى المرحلة ديت ومسندت زملاته الحمد لله قدرنا مسندت الجمهور جمهور النادي الأهلي كان عنده وعي جبير جدا في التعامل مع شريف هذه الجزئية اللي أنا أحاولها أقولها لك ثاني يعني لكن بمسندت زملاته ومساعدت زملاته والجهاز الفاني ومجلس الإدارة قدروا أنهم يعبروا العقبة الصعبة دي الحاجة بقى اللي أنت قلها دلوقتي أول لأنا كنت عايز أقولها أنا بشكر جمهور النادي الأهلي شكرا جزيلا هو ده جمهور النادي الأهلي هو ده اللي إحنا تعودنا عليه من جماهير النادي الأهلي إنها بتساند لعابتها وعمر جمهور النادي الأهلي ما بيحسم لعابته ولا بيصبت من عزيمتهم بالعكس ده بيأزرهم في المواقف الصعبة ويمكن فيه أكثر من مواقف شريف تعرض له نتيجة للمرض بنته ونتيجة برضو للظروف اللي كانت حصلت وكان جمهور النادي الأهلي بيساند وبيعف وراءه من منظور الأب طبعا شعر بالامتنان شعر بالانصاف وشعر بقيمة ما فعله جمهور الأهلي وأيضا ثقته في ابنه إذا كن كلنا وسقين فيه ما بابرأت أبوه لما يكون كمان حارس بهذه الخبرة صحيح لازم يكون رأيه مهم جدا حتى لو البعض رأى متحيزا بعض الشيء لابنه ده وضع طبيعي لكن أيضا هو يتحدث من منظور الخبرة والأهلوية وخبرة التعامل مع جماهير الآلة طبعا لكن في مقالين هنط شوية كده ونرجع تاني الحقيقة المقالفين لأصدقاء زمال كوية وهنا الرأي تبدو موضوعيته وإنصافه وقيمة ما فعله الأهلي لأنه أي حد أهلاوي هيكتب هيكتب بفرحة بسعادة هيمارس الانبساط وحالة النشوة اللي هو فيه لكن لما يبقى فيه حد أنا عارف أنه زمال كوي قوي قوي وبيعترف بكده حتى كتابتا ويد الأهل حقه يبقى لازم أن نقف عنده الكاتب الصحف الأستاذ أسامة شلش مدير تحرير الأخبار كان له مقالة النهاردة في الأخبار بعنوان بالإرادة والروح فاز الأهلي هقولك بعض المختطفات السريعة مما كتبها أسامة شلش أولا الراجل بدأها بوضوح أول كلمة قالها بشواندس أنا زمال كوي وأعتز بذلك ولكن لا منع لدي أن أهني الأهلي وإدارته وجهازه الفني ولعبيه بالانتصار على التراجل التونسي وبيستعرض اللي حصل وبيقول ولا يقول أحد أنني بذلك أتخلى عن زمال كوياتي البحتة وإنني سأغير جلدي لأشجع الأهلي فأنا معجوم بالزمالك ولا أقبل أن يهزمه أي فريق خاصة الأهلي ولكن ما فعله لعب الفنيلة الحمراء شيء يستحق التقدير والتحية ورفع القبعة بداية من نهاية مباراة الزهاب بالقاهرة والتعادل المقلق ونهاية بالفرحة الطاغية التي شاهدها أستاذ رادس وبيقول أسامة شلش أخطأ حارس مرماهم إكرام الصغير في صد الهدف الثاني بالقاهرة ورغم ذلك شجعوه ووقفوا خلفه حتى أزالوا عنه رهبة ما حدث وهتفت له الجماهيرة التي شاهدت المران الأخير فكان الحصن الحصين في مباراة العودة وأمامه كتيبة تحارب حتى آخر لحظة لتحقق الانتصار وفي رادس تقدم الترجي به هدف من ضربة جزاء لكن لم تهتز عزيمة الأهلي بل ازداد اللاعبون شراسة وفاعلية وقدرة حتى أحرزوا هدف التعادل وبيختتم الأساز أسامة شلش مقالته في الأخبار لأملك إلا أن أقدم كل التحية للعب الأهلي وجهازهم الفني وإدارتهم على هذا الفوز الكبير الذي حققوه رغم زمال كوياتي لأنهم بجد يستحقون أن نقف لهم احتراما ولا يقول جاحد أن ذلك تم بالحظ الأهلي كاسب بجدارة بعد أن اختفت ترجي من أرض الملعب شوف يعني أول شوف كلمة الاحترام اترددت كم مرة لما يقول قيم الاحترام هي الأهم لكن ماذا يجبر الناس أن يقولوا هذا كل ما شمعنا يعني الأهلي عملها مرتين أو ثلاثة قبل كده شمعنا المرة دي بسمعها على كافة الأصعيدة وبكافة الانتماءات فيها دراما عالية شوية مش بس الدراما في الدراما عالية في كل المتشاط يعني يمكن ردس درامتها أعلى لكن يا أستاذ إبراهيم ما تنساش أنك أنت في الأول بتعتبرها آه إنجاز هاي البرادو تاني مرة تقول ده قرر الإنجاز لكن عندما تذهب وأنت مهيأ لتكرار تكرار تكرار الإنجاز لا بقى ده أنت أصدها بقى ده أنت كده بقى ولذلك كان الاهتمام إن المسألة مش بالصدفة يا جماعة زي الجني اللي بيجي في الوقت بدل من ضائع لما في الأول شوف العزيمة شوف لكن بعد كده بقى الجميع ينتظر هدفا للنادي الأهلي وغير مجرات الأمور في الوقت المحتسب بدل من ضائع هذه هي معنى أن تكسب الإحترام نتيجة إنك ترسخ ما تفعله كثقافة تصدرها للأخرين طيب اللي عمل جمهور الأهلي مع شريف إكرام تفتكر ده هينسحب على جمهور الأهلي كل جمهور الأندية الأخرى هتعمل كده هتحزو حزو هتعمل كده في كل موقف لأن شافوا النموذج وشافوا الأداء وشافوا النتيجة إذن أن يكون الأهلي الراء أيضا والقود وهو الملهم هذا هو المهم ده المهم وده اللي خلى صديق عزيز أيضا الأستاذ أحمد جلال الكاتب الصحفي ومدير عام دار أخبار اليوم يكتب النهاردة كمان في الأخبار صباح جديد بيقول الأهلي ليس فريق البطولات فقط ولا صاحب الأرقام القياسية فحسب لكنه أيضا نادي المعجزات تعادل مع التراج التونسي في مصر واعتقد الكثيرون أن الأهلي ودع البطولة الأفريقية خاصة أن فوز الأهلي في تونس شبه مستحيل لكن لأن الأهلي لا يعرف المستحيل فقد حقق فوزا كبيرا أسعد به كل الجماهير ورغم أنني زمال كاوي بيقول أحمد جلال لكنني ولأول مرة أشعر بسعادة غامرة لفوز فريق لا أشجعه وأدعو كل زمال كاوي للإفتخار أن بلده به ناد اسمه الأهلي وأدعو كل زمال كاوي للإفتخار أن بلده به ناد اسمه الأهلي الطريف أن البعض كانوا يدعون للتونس بالتوفيق وبالفعل وفق الله التونسي علي معلول يعني كلام جميل جدا هو بيأكد اللي إحنا بنقوله إنك عندما تكون الاحترام يعني هو سعيك وسقطك يبقى الناس كلها درد في علاه وهذا الرأي لن ينتزع يعني ممكن لقدر الله يحصل لك حاجة بعد كده بس هذا هو الموقف هو مش بتكلمه على ماتش هو ما بتكلمه على حالة بالضبط كل الناس دي بتكلم على حالة حالة متكررة لكن مش بالمعنى إن كل مرة لازم تكون موجودة لكن عندما تشعر إن الأهلي دايما لا تككر بقى ده الأهلي بصوا اللي حصل ده كسر شمعات كتير قوي بجد لأنه في جزء من التقليل من بطولات الأهلي كنت تسمع كلمة يا عمدوا اللي بيكسبوا بالحظ ده المحظوظين قوي يا ولاد المحظوظة ده اللي عايز يرايح نفسه ده باستمرار المرة دي الناس شافت الجدارة الحقيقية شافت الاستحقاق الكامل فمعدش شمعة الحظ والمحظوظين لا والتحكيم ضدك والتشجيع ضدك والملعب ضدك يتقال دايما يا عمدوا بالتحكيم طيب المباراتين كل الناس متفق على إنه ما تعرض له الأهلي من تحامل وظلم تحكيمي سواء في برج العرب من الحكم السنغالي أو في رادس من الحكم الكاميروني كله شاف مدى التحامل والتعنط اللي تعرض له الأهلي لكنه عدى فالجدارة رغم صعوبة التحكيم الجدارة الفنية الانضباط في الملعب السلوك الرائع اللي خلى السفير المصري نبيل حبش سفير مصري في تونس يتكلم كلام في منتهى التقدير والإعجاب والامتنان لدور الأهلي كسفير شعبي مشرف لمصر في تونس فالصورة لما تبقى كاملة كده تبقى كل الجوانب فيها بتاشي بشي واحد فقط انه ده الأهلي اللي لازم كل الناس تقدر إنجازه وتحترم مردوده كفاية بقى تشكيك في الوطولات لما ذهب الأهلي يا سيد زبرين بدون قطع كلامك تجد السفارة تشيد صحيح بالدور الذي يلعبه الأهلي في تصدير صورة إيجابية عن المشهد المواطن المصر هو دي تجد السفارة الشعبية طبعا يعني يقولوا لك الانضباط الاحترام الانتزام هذه قيم كل دي قيم الذي يريد أن يتجهلها هو حر الأهلي هو صاحب القيم والسواب والله ما حزق منها لأن كل ما حتى تيجي تتعرض لها لازم ندعمها لأن هذا هو الأهلي قيمة الأهلي في مدى حفاظه على هذه القيم صحيح بمناسبة تقلق علي معلول اللي ربنا استجاب لدعوات الناس اللي قاعدوا يدعو يا رب يوفق التوانسة فأصابت علي معلول بوصف تونسي بمناسبة علي معلول قال للموقع الرسمي للنادي أنه عدم التوفيق حرمنا منفوز أكبر بكتير على الترجي وشايف علي معلول أن المباراة كانت تخلص أكتر من كده وبالفعل لو وليد أزار ووفق في الكرة اللي المنفارج ديها أو الشطر بتاعة هشاب محمد كان ممكن فعلا أن المباراة تخلص أربعة وخمسة لو الفرص السهلة اللي أتيحت اتسجلت وجه علي معلول رسالة الجماهير الآلي من تونس أبدأ فيها إعجابه الشديد بهذه الجماهير هنأ جماهير الآلي شكرهم على وقفتهم مع الفريق في القاهرة وإعدادهم ووعدهم إن شاء الله أنه قال لك كل ما يقال على أنني لا أريد أن ألعب ضد الفرق التونسية ثبت أنه كلام خاطئ جدا وإن أنا النهاردة أؤكد للجميع أني بلعب لمصلحة الأهلي النادي اللي أنا فخور وهم حاجة لأنه زهق من كلمة أنت قاعد ولا ماشي لن أرحل عن نادي الأهلي بالضبط يا جماعة شافوا حاجة والله العظيم حتى لو كان متلخبط شوية لا الأسبوع اللي فات عاشر تمام اللي فات هو الكوم وكل ما حدث قبل ذلك كوم تاني صحية الكابتن محمد يوسف لاعب ومدرب الأهل السابق وهو صاحب آخر لقب للأهل في دور الأبطال 2013 هو من نال قلب الأميرة الأفريقية لو ما قوله طريفة جدا قال لي بقول لك أنا مش عايز أبقى زي كابتن مجد عبدالغامي قال النفس الأهلي يكسب البطولة دي ويجردني من اللقب ده المهم أن الأهلي ياخدوا البطولة عشان ما تبضلش كلمة أن أنا صاحب آخر لقب زي ما كابتن مجدي من 90 صاحب هدف مصر في كاس العالم كابتن محمد يوسف بعد فوز الأهلي في رادس نشوف رأيه ترجع للنواحي النفسية بتاعت علي معلول بالتحديد ليه علي معلول تونسي بلعف منتخب تونس أنت مقابل الترجي التونسي فعلي معلول هتلاقي جواه أنت لازم تبقى حسس باللعيب بتاعه جواه سيناريوهات كتيرة خلي بالك أنه يعمل خطأ ده في مباراة حساسة زي دي وتصادف أنه هو بلعب نادي من من تونسي من عنده من البلد فطبعا السيناريوهات كتيرة لكن هو هو لعيب بصراحة دولي ولعيب أو ده اللي الدفع فيه يعني عنده شخصية طبعا علي معلول هدف كان هدف الصفاكس التونسي يعني لما لعب قصادنا في 2014 أنا اتفرجت على فرقة الصفاكس عشان أنا درسة كواس جدا كان هدفهم علي معلول أي وهو باكلفتي وكان مفتاح لعبهم أنا فاكر كواس جدا حطت له عبدالله السعيد ناحيته على أساس أنه ما يبقاش هو بداية أو مفتاح هجمات الصفاكس يعني يقف العيب من نصر فلعيب مفيد طبعا العيب هو ده اللي انت بتقوله أن أنا بجيب لعيب دولي مؤثر حتى في منتخب تونس نبيل معلول النهاردة معظم الشغل بيتبني عن طريق علي معلول علي معلول الهدف أولا تكملته على القائم البعيد والضقة اللي اتعامل بها الكروس بتاع علي معلول خلي بالك صعبة جدا أن أشوى ليروح يشير الكرة من ناحية الجوة وهو بيجري بالطريقة دي فيها ضقة يعني فيها مهارة عالية جدا لكن أنا عجبني جدا أجيب ووليد أظهروا اللي اتنين جوه البوكس مكملين يعني إشاءة ده بقى علي معلول وشخصية علي معلول وقيمة علي معلول والحرج اللي كان فيه علي معلول اللي لازل تصور بعض أنه يعني قدام الأندية التونسية وده شيء غير وارد بالمرة بدليل عمر مرعي مع النجم الساحلي اللي حيلاقي الآلي ما هو جايب بلين الراجل تجايب جنين عشان يخرج مدرب مصري هو بيلحب يخوانا الواحد في الملعب عايز يكسب ما فيش حاجة اسماء يبيع نفسه لحاجة أو لفكرة أو كلام ده فعلي معلول هو لعيب عنده شخصية لعيب كان هدف الدوري أو هدف فريقه الصفاقسي لما كان هناك رغم أنه بيلعب مدافع ناحية الشمال ففي كل الأحوال تعال برضو نشوف كابتن ما زلنا مع علي معلول كابتن كيف رأاه كابتن أحمد حسام ميدو ده عيب يغلط أو بيتسبب في خطأ وبيقوم على رجليه تاني وفي نفس المباراة يرجع يكون سبب الفوز زي علي معلول يعني علي معلول الطبيعي الطبيعي في الكرة الأولانية الهدف الأول اللي هو جابه وانت بتلعب أربعة الباك العكسي بيقف صح؟ إنما الكرة ملعوبة والرجل مكمل على زوال بعيدة ده مزرور ده معناق إنه هو رجل جوا دماغه بيقول إنما أنا تسببت في مشكلة لازم أنا اللي عالج لازم أنا اللي حل ودي ودي محتاجة شخصية قوية جدا الهدف الثاني الناس باتترجي فتحت وهو كان داجع لسه من ضرب بركنية كان متواجد في المكان ده وبرضو في التوقيت ده إنه هو يقف على الكرة ويبص ويعمل خلي بالك في لعيبة إمكانياتها كويسة جدا لكن الموضوع قرار وخوة شخصية إنه يقف ويبص وإنه هو يعملها في المكان المناسب لأجاي بالملي خلي بالملي الكروس ده مثلا ممكن 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 يتعامل يتعامل قدام سنة تعالي بورسة بشواندس ميدو بيتكلم على شخصية علم علول ويوسف أشار له نقطة مهمة فكرنا بإنه علم علول وهو في الصفاقس كان هداف الصفاقس وهداف الدور التونسي يعني هو الجواني بفجومي عنده رائعة جدا سواء في الأسست أو في طريط خلي بعلك الجوني اللي جابه ده ده جابه إزاي لأ يعني كرة بتجيلك كده حتى منه الجيسي كان يقول له هذا الكلام يلعب كرة في الاتجاه اللي جايلك منه لأنه بيعكس حركة المدافعين صحيح فهو لو كان لعبها في الدايقة كان ممكن يلحق بها الباك اللي راح يغطي الباك اللي راح يغطي في الدايقة فالعكس الحركة مشلولة خلاص بقى فراحت عشان كده في ناس تقولك ده جون ما يجيش بالطريقة دي لأهو ما يجيش غير الطريقة دي علم علول في الناحية الشمال تميزه بين الشوتين في واحد يتكلم معاه وتكلم معاه من باب الإحساس بالمكان كابتن سيد معوض الهفل الشمال والباك ليفت بتاع النادي الأهلي في فترة ذهبية جدا والمدرب المساعد دلوقتي في الجهاز نشوف رأيه في علم علول علم علول هو بالنسبة لي أنا بشوفه نجم المباراة ده تقريبا عمل كل حاجة هو تسبب في ضربة الجزاء وهو اللي جاب الجون الأولاني وهو اللي تسبب في الجون للتاني للنادي الأهلي هناك اختلاف فيه اختلاف واضح أول ما بين علم علول في الشوت الأول وفي الشوت الثاني يعني أنت أكتر واحد ممكن تكلمنا عن جزئي دي بالتخصص عشان أنت كنت من أفضل باكات للشمال أكتر واحد ربنا خلي لا أنا أقول لك نوطتين يعني وضع الأولى بالسؤال ده لأنني عالي عنده إحساس في المسؤولية كبيرة جدا يعني عالي بين الشوتين أنا ما أقول لكش في قط اللفت كان عامل إزاي كمية حزن رهيبة جدا أكن وعمل مثلا مصيبة فكل الكلام بتاعنا كان معاه لأ ما فيش حاجة وفيش هوب تاني وفيه 45 دقيقة فالكلام كله من ناحية دي أنا أقول له علي قاعد ما بيتكلمش حد الخمسة شهر دي اللي بين الشوتين ما أتكلمش أقول خلاص ما فيش حاجة آآ أنا عندها شوت تاني شوت تاني ده عوض لو حتى عملت أو أعملت حاجة ممكن عوضة عندي للوقت الحمد لله آآ لأ إنما هو نازل شوت تاني بكل أمانة لأ عمل حاجة غير طبقية يعني جني الأولاني بتكملة فيه حاجة مويزة جدا جني الثاني شوف المطلقة بتاعته ومكان عجل المكان بتاعه النموة بنشي مع الكورة وكان من الآخر كورسة كورسة عالمي أغايحة طبقية بص يعني ده اللعيبة كبيرة خلي بالك أو اللعيبة الدوليين ده معنا صاحب رهين عندهم إحزاز المسئولية ما تعمل غلط فأعايز تضيع الغلط ده وفقلا ده اللي حصل ممكن ضيعه بحاجتين جندين جدا يعني سبب رئيس الأسباب المكسب أنا مش عايزة أقول فضل اللعيبة واحد بتقول اللعيبة بس خاصة عالم معلول بعد ضربة الجزاء وغلط بتاع الشوت الأولاني أن انت تنزل وتعمل بأبداع الشوت الثاني فأكيد انت عندك رد فقا رد فقا يعني الراجل مسئول وتحس انت عملت حاجة فبتحاول ترجع نفسك وبتدرك لا وفكرة ان هو يرجع نفسه يرجع نفسه جوه الماتش دي كابتن سيد معوط بيقولك يعني عالم معلول بين الشوتين تعبان ومداي ومنهار وحاسس ان فيه مشكلة كبيرة هو تسبب فيها وانه قد ايه قدر الجهاز يحول مشاعر الغضب الشديدة والحزن اللي عنده الى طاقة عالية جدا انه يسخ فيه مفيش اعظم من ثقة في الشخص انه يطلق حوافزه هو يعني الجهاز قال له ايه يا عام انت تملك كل حاجة واحنا موسقين فيك وكلنا بنغلط ويلعب بقى وما تفكرش في الفترة عوض في الشوت التاني الصقة انت منحني الصقة وانا عندي القدرة لازم تنطلق القدرة دي فهو ده اهم شيء ولكن هو بس بس الرياضين اللي قاله رأيوه هو برضو قبل ما تروح لغير الرياضين المصر اليوم الحياة لفت انتباهه حاجة ظريفة جدا ان علي معلول اول محترف اهلاوي يسجل في شباك بلاده باعتباره انه تونسي مرحوظة جيدة يشجل اول محترف اهلاوي يسجل في شباك فريق من بلاده الكثير يا استاذ ابراهي من مقدمي برامج التوكشون الكبار استوقفهم ما حدث الاهل يعني الاستاذ واقل ابراش الاستاذ احمد موسى الاستاذ عمراء قديم كثيرا منهم تحدثوا لكن تعالوا تشوف اللي قلم الاستاذ واقل الابراش تحديدا قبل ما تشوف والزميل محمد مصفى في العداد الخبر المهم دلوقتي اقالت فوز البنزيرتي بالتراضي من تدريب التراجي اه دي دا توابع توابع هزة رادس شوف كان باطل صبح الله كرة دي كان باطل من اسبوع يلا دي التوابع طيب عايز تشوف مين الابراش بقى تحب وقال الابراش انت لا هو كراجل مقدم طفشه خلا ما يهتم بالرياضة رغم اهلويته رغم اهلويته وهو ساعة من اهلويته ساعة يقصوا على الاهل يعني لكن الاستاذ واقل كيف رأى كيف رأى هذه المباراة ونشوفها برضو في قناة دريم ال ايه موسيقى سنبقى تنتباه يا جماعة وتشوفوا النهاردة علي معلول لاعب النادي الاهل علي معلول تونسي الجنسي ومع ذلك هنا شوفوا بقى دا الاحتراف الحقيقي وكان اهم لاعب في الاهل اليوم سجل الهدف الاول وصنع الهدف التاني وكان اداؤه في الملعب مميزا للغاية لما تشوفوا المباراة هتلاقوا انه علي معلول كان نجم النادي الاهل اليوم هنا هو دا الاحتراف الحقيقي يعني بالتأكيد كل تونسي يتمنى انه التراجي يفوز زي ما كل مصري يتمنى ان النادي الاهل يفوز لكن طبيعة الاحتراف الاندية انك حيبقى ولا اكل النادي اللي انت بتلعب له وللفانيلا اللي انت لبسها ولا يمكن ابدا انه لعب في برشلونة مثلا لمجرد انه الماني الجنسية فاذا برشلونة قابل باير نوميونيخ مثلا يفوت المطشي يعني سجل نقطة تعلي معلول وانه ما ينفعش حد يتشكك في اخلاص لاعب محترف لفانيلة نادي هو بيمثله دي اعتقد اي حد خلاجه شيء من الشك بعد خطأ عالم معلول لازم ان يراجع نفسه في اخلاقه لازم ان يراجع نفسه بجد لانه ما ينفعش ابدا انك تعتقد انه في لعب ممكن يكون مسئولية عنده لعب بيلعب بفانيلة نادي ومتعاقد مع نادي هلعب فريق من بلده او حتى ناديه السابق ايا كان بص يا ساذة براي ولا سابق ولا لاحق اللعيب اللي عايز يترشي ده بيترشي في اي وضع مع اي حد اللعيب المحترم هيفضل محترم هيفضل في اي ظروف بينادل ويقاتل من اجل اه القيم او القيم بتاعة ال بيسموها البراءة يعني القيم العظيمة فاعتقد شرف قيم الشرف ما يبقاش راجل محترف حقيقي الا اذا كان عنده هذه القيم صحيح علي معلول من هذا النوم وهو انسان محترم ما اسمعنا له مش مشكلة واحدة من يوم ما جي الصراح غير لكن احمد ميدو على تويتر يقول كلام ها اه فزا ما يكون يعني بيخاف انه يشكر لحد يزعل منه يقول لك ايه مبروك للأهل صحيح مش من قلبي والله من قلبك ليه مش من قلبك بس بصراحة طيب ما هو ده اللعيب الجالة يجبروك انك تحترم مبروك للأهل وجهزه ولا عبته مجلس قدرته وجمهوره مبروك لمصر في ايه من قلبك اكتر من كده ميدو ورغم كده تعالوا نشوفه بقى وهو يتحدث اه عن عن النادي الاهلي ومنظومة النادي الاهلي اه 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 اتفضلوا يعني الاهلي عملوا في اسبوع اه يعتبر درس الجميع الجميع الفرق اه انت النهاردة مررت بتعثر ومررت بمطب المطب ده كان التعادل الإيجابي على مرعبك في وسط جمهورك وكان فيه احباط كبير جدا لكن لازم الناس كلها تتعلم من كيفية التعامل مع الازمات لان الادارة الازمات هو اللب الموضوع النهاردة اول حاجة كيف تم احتواء مشكلة شريف اكرامي ان تم مسندته بشكل كبير جدا من الناس المسؤولة ومن الجماهير ومن كل الناس اللي موجودة فيهم ومن الاعلام ومن الاعلام ومن كل حاجة نمرة اتنين اه لو شفت بعد الهزيمة بعد التعادل بتاع ماتش ترجي هتلاقي ان ما كانش فيه رغي كتير يعني كان فيه كلام واحد في كوانيس الاهل يعني لا ما كانش فيه رغي كتير يعني ما فيش ما فيش احاديث صحفية كتيرة الكلام كل واحد ان احنا هنعوض في تونس ان احنا يعني يعني فيه ترتيب فيه إدارة أزمة التعادل الإيجابي كان أزمة والنهارده ان انت تفتح التدريب للجمهور ثم بعد كده الجمهور يقوم بدور كبير جدا في دفع اللعبة معنويا وخاصة دعم شريف اكرامي اللي كان سبب في الهدف الهدف التاني كل دي أمور بالتفاصيل سوائرة بتتجمع على بعض انا بقول في الاخر ان هي بتجيب الحظ يعني التوفيق بيجي لمن يستحقه انا دايما بقول في الكرة كده التوفيق ايو طبعا لحظة لقاتل لمن يستحق المسؤولين في الاهل لعبوا على العامل النفسي ده من أول ما صفارت الحكم في المطش الأوريين خلصت أول تصريق لسيدة عبدالحفيز فعلناها في رادس من خبل حسام البدري اه التاريخ يعيد نفس التاريخ يعيد نفس خلي بالك ان النقطة النفسية دي ابتدت تبني امجز او تبني صورة جوة الناس يعني ميدو بيتكلم بواقعية وامانة عن منظومة الاهلي وعن نظام عمل النادي الاهلي وبيبص للمشهد من أوله بقولك الناس لازم أن تتعلم من طريقة إدارة الأزمات ازاي الاهلي أدار ده والحقيقة يا جماعة الاهلي في بلده وضوع إدارة الاهلي هي ملاحظة مستمرة تكلم فيها أكتر من مناسبة كيف يدير الاهلي مشكلة أو أزمة تحدث داخله ازاي بيحتوي الأزمات هو الملاحظة دي أصبحت عنده يقين ان الاهلي يجيد وعايز الناس تشوفه ويعمل ايه ويعملوا زيه عشان كده جمهور الاهلي معني انه هو يستوعب الكلام ده انك لازم ان تبقى عندك باستمرار هنتعرض لكبوات وهنتعرض لظروف فيها تعثرات لانه ده اي عمل بشري له عليه وفيها مطبات بس تخليك دايما وابدا فاكر انه مع اي مطب العبرة ازاي هتقدر تستوعب ده وازاي هتقدر تتعامل مع الازمة دي وازاي هتقدر تعديها عشان تواصل مسيرتك لانه ان انت توقف عند نقطة وانك انت تبدأ تدمر كل حاجة ده مش في صالح حد ابدا رأي ميدو فكرني اه ممكن اليوم السابع اليوم السابع كمان النهاردة عنده تقرير مهمة باش مهندس لمدرب اتحاد العاصمة الجزائري ده 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 تصريح غريب جدا تصريح مهم جدا لانه اتحاد العاصمة جماعة احد المتأهلين الاربعة احد المنافسيين اه وعنده طموح في البطولة فلما يطلع مدربه البلجيكي بول بونت يقول انه الاهلي هو المرشح او الاقرب للقب وبيصفه بانه فريق كبير جدا وفريق بيمتلك سمع طيبة كبيرة على مستوى القرى لما يمتلكه من خبرات ولعبين على مستوى عالي وادارة محترفة للفريق وقال ان الاهلي هو الاقرب للتتويج بين كل الفرق المتاهلة بعد ما قدم اداء متميز جدا طوال البطولة وقال لك ده انعكاس لقوة الدور المصري اللي بينافس فيه الاهلي باستمرار وعن السعدادات اتحاد العاصمة قال المدرب البلجيكي الاتحاد العاصمة الجزائري في تصريحه الخاص المهم لليوم السابع بالنسبة لمباراته مع الوداد البيضاء والمغربي قال نحن نحاول الوصول الى قمة مستوانا في نصف نهاء دور الابطال لكن اصبحنا قريبين جدا دلوقتي من المنافسة على اللقب وقال بنعاني من سوق ارضية الملعب اللي حيستضيف مباراتنا لكن الوصول الى نصف النهائي هو بحد ذاته انجاز جيد لاتحاد العاصمة يعني تعليق انا مش متعود اشوفه من مدربين منافسين هو حجم اتنين يا الراجل ده مخدر زكي اوي تعسبا انه قد يلتقي الاهلي سبيب النجاك بدري يعني يقول لك انا على الدين يا عم خدنا جنبك خدنا تحت جناحك الكلام اللي احنا بيتمسك يا اما هو راجل يتسم بالوقعية والصراحة الشديدة والاحترافية اقول رأيي واللي يحصل على الملعب يحصل يعني انت لو كنت سألت الفيصالي قبل مطشته مع الاهلي ما كانش متوقع يكسب الاهلي مرتين فالنهار ده ده اللي حصل في البطولة العربية بظروفة يعني النهار ده النادي الاهلي ايضا بما اداه نرجع تاني لقيام الاحترام ان الناس تحترمك تحترم قيمتك سواء ان ده يحصل ولا ما حصلش لان الحقيقة احنا برضو الافراد في الحديث عن النادي الاهلي على هذا نعم قد الناس تقول لك يعني انت خدت البطولة يا اخي لحنا بنتكلم على قيمة قيمة الاحترام مش على ان احنا فرحانين قوي بالفوز بس احنا بنقول نعمل كده على طول وفي ذهننا اني لا لسه المشوار طويل ده فيه يعني لو تجاوزنا النجم لسه فيه النهائي صحيح ونجم عقب كاود وفي تونس وزا ما بقولوا ليولدغ مؤمن من جوحل مرتين فالالدية التونسية هتولدغ مرتين من الاهلي هتبقى مستنفرة جاملة دي هتبقى صعبة قوي اه لكن يمننا تركيز اعلى كمان عادة ان اللعيبة مسمعش كل اللي احنا بنقوله ده اه يعودوا في الكهف بقى ما يتفرجوش علينا احنا مزودينها شوية لكن مزودينها عشان نكرس لمعنى واحد يا جماعة احنا بنصدر قيم الاحترام وان احنا كالنادي اهلي بيدي معاني نتيجة التمسك بثقافة القيم والتقاليد وعدم اليأس وباستمرار انت القضوة في كل مناسبة وحتى يعني علي معلول شفنا كلامه على الاهلي وشفنا مدى ساعدته ومدى حماسه فيما يحققه مع الاهلي مواطنه انيس بوجلبان اللي ايضا ابن الصفاقسي اللي خرج من الاهلي في المباراة التاريخية الشهيرة بتاع كورة ابو تريك وبعدها استادوا المهندس عدلي وجابوا الاهلي وعمل فترة رائعة جدا تحت قيادة منو الجزية انيس بوجلبان راح النهاردة زار معسكر الاهلي في تونس هنأ اللعيبة اتكلم بالتأكيد على مباراتهم عن النجم الساحلي انطباعه عن مواطنه علي معلول كل ده سألوا عنه موفا مش مواطنه بس امير هشام نشوف الحوار مجد التحية بك كابتن عدلي وكابتن ابراهيم متحياتي طبعا لكل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان معايا في هذه اللحظات احد النجوم اللي تركوا بصمة كبيرة جدا مع جماهير النادي الاهلي وبالتحديد قدر انه يحقق بطول الدوري اطال افريقيا بالتحديد في موسم 2008 وقد اكيد اداء جيد جدا جدا مع النادي الاهلي في الفترة اللي كان متواجد فيها طبعا معايا في هذه اللحظات كابتن انيس بجلبان نجم المنتخب التونسي ونجم السفاكسي تونسي سابقا ونجم النادي الاهلي سابق طبعا كابتن انيس برحب بيك اهلا وسهلا بيك امير تحياتي لك وتحياتي لكل متتبعي قناة النادي الاهلي طبعا بتستغل لأي فرصة يكون متواجد فيها النادي الاهلي في تونس هنا عشان تيجي تزور الفريق طبعا يعني عشرة يعني عديد تقضيات سنوات كثيرة في النادي الاهلي في عديد من اللاعبين كنت موجود معهم لما كنت موجود في النادي الاهلي حمد لله كانت لي فرصة اني شفت عماد متها بحمد فتحي سيد معوض حسيم عشور شناوي كنت معهم في الفريق في الغذافة طبعا такая الكبتن حسيم البدري اللي كان مدير العام ومع الكبتن منويل جوزيه كبتن سيد عبد الحافيظ مدرب العام مدرب العام ومدير الكورا وعليقة بها جدا كبتن سيد عبد الحافيظ يعني الأخويل كبير وعليقة بها كبيرة جدا كل الناس يعني كل الناس فيه كان فيه جلسة lengths عالله طبعا مع كبتن سيد عبدالحافيظ وكبتن حسيم البدري قالي كان فيه ان... نزل ، نزل ؟ جلس على طول فجلس على طول الاتصال موجود حتى هما في مصر وأنا في تونس دايما على الاتصال والحاجة اللي باية في الكورة أهم حاجة أنه العلاقات يعني الواحد كسب الألقاب في النادي الأهلي كسب محبة الناس كسب علاقات عندي علاقات كبيرة في النادي الأهلي وفرصة أن نسلم طبعا على المهندس عدد القيع اللي كان مهندس مهندس الصفقة كان في كواليس ما بينك وكبتن عدد القيع لما كنت جاي النادي الأهلي كانت الأمور سهلة بصراحة كنا في 24 ساعة حصل الاتفاق حتى لما وصلت للقاهرة وكان في اتصال من فريق أخر منافس لكن طبعا مهندس يعني قوي في خلص على طول نضيعش الوقت كبتن يعني الخمسة الصبح خلاص كل شيء الأوراق كلها جاهزة والحمد لله كيف كيف أستاذ إبراهيم منيسي طبعا أحد أكبر صحفيين في القهرة وكانت يعني حبايب كثير وبالمناسبة نسلم على صحاب لأنه عندي صحاب كثير في القهرة من خلال قناة الأهلي يعني فرصة أن نسلم عليهم ونسلم على جمهور النادي الأهلي الكل طبعا أنت مشرفنا ننوارنا لكن عايزين نتكلم بقى بالتحديد عن وجود النادي الأهلي هنا وأكيد كانت مباراة مهمة المباراة سابقا أمام فريق التراجي النادي الأهلي ما كانش حقق نتجة المرجوة منه في مباراة الزهاب في اسكندرية لتعادل الاثنين الاثنين لكن قدر أنه كالعادة فرادس أن نحن نفوذ أنا أحسس نبوذك بذكره بذكره وحشة على 2006 فراد على ندي السرقس لكن في العموم ما يجيء طبعا أنه يعود في المباراة وقدر أن نحن نفوذ في المباراة دين نتيجة الاثنين أريد أن أخذ رؤيتك للمباراة بشكل عام مباراة الأهلي والتراجي خصوصا أن هنا في تونس كان الناس كلها متوقعا أن التراجي خلاص صعد لدرم هما القناع هذه واللثيق هذه في التراجي الرياضي لأنه بصراحة يضم مجموعة من لعبين دوليين ممتازين وممتازين جدا يعني من حارس المرمى اللي هو دولي من طهي سين الخريسي فريق كله لعبين دوليين اثنين أجانب شفتوهم على أعلى مستوى فرانكوم وفوسينيكو ليبالي إضافة إلى اللاعبين المنتخب التونسي فالتوليفة هذه التراجي عنده أربعة وخمسة سنين لكي يعمل الفريق هذا ولا بكي يكون المجموعة هذه مش كل موسم تجم تكون عندك رصيد البشري هذه الثيقة الكبيرة الموجودة في الفريق التراجي لأنه رصيد البشري متاعه يعني أكثر من سبعين في المئة منتخب التونس الثيقة هناك لكن أكيد أنه كورت القدم رغم الأسباقية في اسكندرية واثنين 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 رغم السيناريو كان ممتاز للتراجي يعني اثنين واثنين واثنين في اسكندرية وواحد صفر الشرط الأول يعني وقتها ممكن الناس كل اللي كان عنده خمسين وستين في المئة تراجي مش سبعين في المئة بتراجي في فروس بعد الواحد صفر خمسة واربين دقيقة الأولى كانت كفة التراجي لكن بعد أكيد أنه فما أمور تكتيكية تغيرت وفما دخول جنيور أجاية أعطاه يعني عمق وجومي للنادي الأهلي هدف علي المعلول ولله هدف الأول والثاني جاءوا في عشرة دقيقة يمكن بعثر أوراق التراجي وخلى التراجي ميلعبش اللعب اللي متعود يلعب به في تونس تكتيكيا بصراحة يعني هذي إجماع في تونس إنه الكابتن حسام البدري كان له تفوق على المخذرة مع الخبير وأحد أحسن المدربين في تونس الكابتن فوزي البنزارتي لكن في الشوطة الثانية تغيير طريقة اللعب وتغيير اللعبين وتغيير تمركز عبدالله السعيد ودخول جينيور أجاري نتصور هما اللي عاملوا الفرق خاصة إنه التراجي حتى بعد الانتصار واحد صفر ما رجعش للوراعة حتى المساحات للنادي الأهلي وتعامل بسلبيع مع تغييرات النادي الأهلي قولي بمنتهى صراحة أنت قلت إن إحنا في اسكندرية عدلنا 2-2 والسيناريو كان حلو جدا بالنسبة لفريد التراجي يتقدم بهدف إنت لعيب لعبت في النادي الأهلي الفترات كنت متوقع النادي الأهلي يرجع في الممرأة في الشوط الثاني بسرعة إنه يقدر يحرز هدفين أكيد أنت شوفت الروح النادي الأهلي وممكن تكون كنت متوقع أحكي لي عشت السيناريو يعني شوف النادي الأهلي الميزة في النادي الأهلي إنه عنده ثقافة الانتصار يعني مفهمش مستحيل في النادي الأهلي ممكن هذه الإضافة متاع أي واحد يدخل النادي الأهلي يولي عنده أحساس إنه في أي لحظة يجي ما يرجع يعني ممكن اللي ما يعرفش اللي ما عاشش في النادي الأهلي ولا اللي ما يتابعش ممكن لكن أنا بصراحة يعني تراجي فنيا ممتاز وممتاز جدا ممكن مش على شوط ولا على مش نقول تراجي فريقي قوي وممتاز لكن ديما يعني حتى في تونس يعني معظم جماهير ولا حتى جماهير التراجي رياضي يقول لك مع النادي الأهلي ما يقول أنت صارت إلا ما يخلص الماتش وهذا هو اللي صار يعني مش أي فريق يجب يرجع ضد التراجي وفي رادس خسر واحد صفر ومتعادل اثنين اثنين في أرضه ويجب يرجع في الشوط الثاني هذه ميزات ميزات الكبيرة اللي موجودة في داخل النادي الأهلي مباراة التراجي مباراة وخلصت لكن في مواجهة أخرى مصرية تونسية ما بين الأهلي والنجم الساحل التونسي أنت عايش الأجواء أكتر مننا هنا في تونس مين أقوى التراجي وللنجم لا تراجي أقوى بصراحة الأمانة هذه تراجي فنيا أحسن فريق في تونس هذه أجمع عليه كما قلت لك يعني في سبع لعابي في منتخب تونس فيه ثمين أجانب على مستوى الفريق كله دوليين يعني رئيس النادي حط مبالغ كبيرة فالتراجي يعني والنجم هو ثمين موسم الفارض أخر مباراة عرفنا فيها اسم البطل اللي هو التراجي يعني المستوى متقرب لكن فهم أفضلية نوعاً مال التراجي النجم كيف كيف اليوم شوفنا فيه خمسة لعابي في المنتخب تونسي بلبولي أكيد حتى الجمهور الرياضي في مصر يعرفوا حارس منتخب تونس بلبولي الضهير الأيمن لعاب منتخب تونس حمد نجاز ظهير أيسر كيف كيف موجود في المنتخب التونسي غازي عبد الرزاق الثلاثين موجودين كيف كيف الأجنبي كونتي والرمي البدوي في منتخب تونس محمد أمين بن عمر لعاب نصف ملعب منتخب تونس إلى جانبو حمزة لحمل موجود في منتخب تونس إياب المساكني منتخب تونس عمرو مرعي لعاب مصري وجمهور مصري يعرفوا أكوستا البرازيلي كيف كيف أجنبي برازيلي عنده إمكانيات عودة الشرميتي يعني حتى النجم يعني المواجهة صعبة برضو أهلي من نجم سهلي أكيد مواجهة صعبة لا المواجهة صعبة يعني هذا مباراة نصف نهائي فنيا كل فريق عنده إمكاني مياته النجم السهلي عندما وصل للمرحلة هذه طبعا أكيد أنه عنده اللاعبين وكنا قلت لك عليهم يعني معظمهم دوليين فالمواجهة معمرة ما كانت سهلة وأكيد أنه كما مباراة الترجي والأهلي مباراة النجم والأهلي يعني تفاصيل صغيرة هي اللي مش تعمل الفرق فرصة أنت معي برضو عايز أخد تقييمك لتجربة علي معلول مع النادي الأهلي على مدار موسم هو بقاله تحديد موسم أو موسم وحاجات بسيطة شفت تجربة علي معلول إزاي متحديدي ممكن هو تقلق المباراة الأخيرة الرجل أحرز هدف وعمل أسيست كمان رائع للجونير أجاي لا علي معلول يعني كان نجم بصراحة المباراة الأخيرة خاصة النشوط الثاني عمل الفرق بتسجيله الهدف وخاصة تمرير الجينيور أجاي يعني علي الموسم ما كان السهل بالنسبة لي أول موسم ممكن ما تأقلمش كما يلزم نتصور أنه علي معلول ما زال عنده ما يضيف للنادي الأهلي حتى أكثر من هك لكن نتصور أن المباراة الأخيرة بشتعطيه دفع أنه بش يكون علي المعلول اللي نعرفوه في السفاقس التونسي وفي منتخب تونس لأنه إمكانياته كبيرة وكبيرة جدا بصراحة يعني واحد من أبرز لعبين التونسيين خليل جدا أنك تلقى مدافع أيسر بالقوة الهجومية اللي عند علي المعلول بالاندفاع للهجوم كرة ثابتة مميز حتى في تزيل أهداف مميز يعني نتصور أنه بداية أقلة مع أجواء النادي الأهلي وحسيت حتى في الفترة الأخيرة المستواه بداية يقرب العلي المعلول انتعى النادي السفاقسي وانتعى المنتخب تونس أخيرا توقعتك لمورة الأهلي والنجم السحلي وأيضا عايز منك رسالة لجمهور النادي الأهلي اللي أنت أكيد وحش جمهور النادي الأهلي بشكل كمان نعود أكيد نسلم على جمهور النادي الأهلي التوقعات صعبة وصعبة جدا هذي السومي فعين الزوس في رق كبار في أفريقيا متعودين على بعضهم مواجهات كبيرة بل يعني بين النجم السحلي والأهلي المصري نتمنى أنه طبعا أنه الحمد لله أنه أنه علي المعلول وجينيور أجاوي الأثمين يعني موافقين في النادي الأهلي إن شاء الله نشوفوا مباراة طيبة أهم حاجة أنه نشوفوا مباراة كبيرة تليق بصمعة النادي الأهلي والنجم السحلي ونشوفوا يعني متعبق كروي كبير ونشوفوا مباراة تكتكية لأنه بصراحة في المباراة الأخيرة بين الأهلي والتراجي حتى تكتكيين يعني المدربين للصعادين كيفينا نقعدين نتعلموا مباراة هذه فالفرجة أهم حاجة وإن شاء الله يعني المباراة هذه بين النادي الأهلي والفراق التلسية مزيد إلا تقرب بين جمهير النادي الأهلي وجمهير التلسية شكرا كبتاني الله يخليه بشكرا ومشكر جدا وسعيد جدا بوجودي في قناة النادي الأهلي حبيبي الله ده طبعا كان لقاءنا مع أحد اللاعبين الكبار اللي طبعا سابه بصمة كبيرة جدا مع النادي الأهلي كابتان أنيس بوغلبان أكيد كان لقاء مهم جدا نتكلم فيه في العديد من الجوانب لكن في النهاية برضو لازم نقول نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في هذه المرحلة الهمة إن شاء الله بداية من مباراة الذهاب أمام فريق النجم السحلي والآن عبدالرسط أنيس بوغلبان أنيس بوغلبان الحقيقة لما تشوف الصفقات الأخيرة في السنوات الأخيرة معظمها دومونيك أجيه علي معلول معظمها جونير أجيه أنا بقولك معظمها صفقات مهمة جاء من تونس عن طريق الصفاقسي صفاقسي بمساعدة أنيس بوغلبان الذي يشعر مازال بالاعتزاز بالنادي الأهلي بالفطرة دي على فكرة كل كلمة قالها اتتسقت مع ثقافة الفوز والإرادة والأهلي والقيم والكلام ده لكن تعالوا بقى إحنا كنا طلبنا من المخرج بتاعنا حاجة عايزين نسمعها لكم الكابتن شريف عفضيل جبتها يا شوارب يلا سيدي عشان إيه نشكرك مع إنك زهقتيني يلا مجنون ما يروحش الآله مجنون ما يروحش الزمالك أنا مجنون عمر مجنون لو رحت الزمالك طبعا أنا هاربت بنادي الزمالك وعمري من دمت لحظة من لأنه رحت النادي الآله بس نادي الزمالك كان كبير كبير طبعا بس لما تيقارنوا بالنادي الآله لا بالنموس يعني لأهل الزمالك أنت بالنسبة لك أنت بالنسبة لنادي الآله نمر واحد في أفريقيا وفي الوطن العربي وترتيبه عالميا وغير كده مين ما يروحش نادي الزمالك لا نحن ما نقولش من يحبه ومين يكره بس سيف أنت حضرتك تحب أنت لازم طبيعي 50-50 من نسبة لنا لا نسبة لنا لا نسبة لك فعلا الاتنين كانين كبار طبيعي نادي الزمالك نادي كبير ونادي عريقا أنا أختيارا أنا أساعتها في الوقت ده أنا أختيار كله النادي الأهلي مين مضىك في الأهلي؟ مضىني في الأهلي كابتن عدي القيعي والحج محمد عبد الروهاب واسم محمد يوسف وكابتن حمود الخطيب كابتن حمود الخطيب أخذت اللي أنت عايزه أو تقول لكابتن الخطيب فرق في الكسة كابتن الخطيب أصلا لما تتكلمني في تليفون أقسم بالله مضينا في خمس دقيقة أقسمناك بالله في خمس دقيقة كنا مضينا على بيض ومشينا كابتن نفسه النادي الزمالك كان جاي وراي في شنطة تانية شنطة فلوس داعف اللي ما كنت أعايز كابتن الخطيب أصلا كابتن الخطيب أصلا يعني الكلام ده كلام لاعب خرج من نادي الأهلي بعد ما مضى بأسبوع بعد مجدد بعد مجدد بأسبوع فكان ممكن يبقى ممتعد من دائما لكن شوف يتكلم إزاي عن نادي الأهلي والاحترام للنادي الأهلي والتقدير للنادي الأهلي وكيف يرى النادي الأهلي وخارجه هو دول هم دول اللي نقدر ناخد من كلامهم ونبني عليهم لما نيجوا يقولوا احنا يتعلمنا وشوفنا وكده هم دول اللي يشعروا بقيمة الأهلي وهم خارجه يا أستاذ إبراهيم ومنافسوه طيب وفي نفس الوقت كيف يرى الراجل اللي بنحب نسمع رأيه في كل انتصار للنادي الأهلي الأستاذ عمراء أديب يا جماعة والله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة أسبوع كنت أقول فيه على رأيه أستاذ إبراهيم خلصت فيه كل الكلام يا أهلي بس لقيت من الحكمة أسيب شيئا تكلام كده لبعد ماتش النجم الساحلي إبراهيم أهلا بك يا باشموندس وأهلا بك يا عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم دائما في برنامجكم ملك وكتابة هي بالفعل أيام الأهلي أنا أعتقد اللي حصل في رادس وبإذن الله تعالى اللي حيتأكد إن شاء الله مسائل أحد في سوسة لأنه النهاردة الاتحاد الأفريقيا باشموندس حدد لمباراة الزهاب في نصف النهائي يوم الحد بدلا من السبت ساعة سبعة ونص إن شاء الله الأهلي والنجم الساحلي إن شاء الله يرجع الأهلي وقد أتم المهمة على أكمل وجه بالمطشين دول بإذن الله تعالى عشان كده النهاردة يمكن الحلقة كلها في الاحتفاء بالأهلي في الفخر بالأهلي في البحث عن تفاصيل هذا الحدث الكبير اللي ظهر في إستاذ رادس واللي أكد للمرة العشرة ربما بعد المئة التانية إنه الأهلي ما يعرفش المستحيل الأهلي هو من يمكن أن تراهن عليه باطمئنانة باشموندس الحمد لله تكريس لتاريخ طويل وسوابت مهمة ونماذج مبهرة تتكرر ولذلك عجبني الاتفاق أن عنواننا النهاردة يبقى الأهلي الفكرة والتاريخ الأهلي الفكرة والتاريخ والتاريخ هنا يا جماعة اللي ملوش تاريخ يشتري له تاريخ واللي ملوش ماضي لا هيعرف يشخص الحضر بتاعه ولا هيقدر ينظم أو حتى يستشرف المستقبل عايزين تعرفوا قيمة تاريخ الأهلي في اللي حصل في رادس ايه شفوا الخطبة الكبيرة اللي عند الأشقاء في تونس لمجرد أنهم تعادلوا مع الأهلي هنا وخايفين من غضبة الأهلي هناك شفت الحلقة الماضية الزميل أمير هشام وهو بيتكلم من هناك وحتى محصن لملوم الزميل الصحفي بالأهرام الرياضي لما قال اللي أنا لمسه عند جماهير التراج وعند مسؤول التراج أنهم مخضوضين جدا ما فيش احتفالي مش محتفلين هم متعدلين في برج العرب 2-2 لأنه التجارب السابقة جدا ضغط عليهم قوي هي دي السمعة وهو ده التاريخ اللي بيحقق الحاضر عندي تعليق أجلوا لما تقول اللي هو ده العنوان اللي نتكلم عليه حلقتنا النهاردة كل ما فيها خلاص خلصنا فيك كل الكلام اسمح لي بقى أقولك يعني ايه التاريخ والفكرة النادي الأهلي اللي حصل في رادس هو عصير هذه الفكرة وهذا التاريخ عصير 110 سنة تكريس لكل معاني القيم واستدعاء الهمة وعدم الاستسلام للصعاب وتحدي ما يبدو مستحيلا وتستشر فيه من المواقف السابقة الهام لما هو قادم ولذلك أنا حرصي الدائم وعايز الناس تخلي بالهم الكلام ده جماعة أنا مش بكلم على ما تشتكورة ولا نتائج ولا بطولات اللي هي حقيقة تدعو الى الفخر والزاه مش عايزة مناخشة يعني ولا بتكلم ان نخسر النهاردة عشان نكسب بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة وبعد بكرة سأمة نتعثر بعد عشر سنين ولا حاجة ولا كل ده تجارب وفوتنا فيها وكل ده كل القيادات وكل المسؤولين عبر تاريخ النادي اللي مروا بيه ولا فكرة انك انت تفضل تفكر في اعضاءك وساعدة اعضاءك وانك انت تعمل المنشآت وانك انت اتطور عشان راحتهم جنب الى جنب مع الحفاظ على قيمة اللي هي بتحقق كل ده واللي هي بنلخصه بكلمة الاهل مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم عظمة الاهل يا جماعة انه تاريخه ده ما حدش عارف يعمل فيه ايه هي دي مشكلة المنافسين اللي ما بيحبوناش يقدروا على المتشاط ممكن يكسبوا يقدروا يعملوا مش عارف ايه يقدروا شوشاروا التحكيم لكن لا يمكن هستطيعوا ان يصنعوا هذا التاريخ لا يمكن يقدر منهم اولا تغيير سوابتهم وانهيار سوابتنا سوابتنا طول ما فيه ناس بتحافظ عنها دي الاهل لا يمكن هتنهار باذن الله لانها بتسلم من جيل لجيل لذلك انا ببقى الان لما لقي واحد ما بيحبنيش يبدعنو خلي عنك انت الاهل ده حلو والاهل ده جميل لا مش من قلبك ومش هتقدر تعمل ومش هتشربها لنا فاحنا ده كلامنا من غير حد ما يزعل مننا كل واحد يروح في المنطقة اللي بيحبها انهم نحترم بعض كلنا ونبقى صحاب ونأكل مندي مع بعض من استاذ سمك مع بعض ونعمل كل حاجة استاذ ابراهيم لكن تاريخنا ابعده عنه لانه ده مش اللي حلتنا هو ده همتنا هو ده زهونا هو ده فخرنا هو ده اللي مخلي جمهورك مختلف عن كل الجماهير هو اللي ده اللي عارف انت يقصو وانت يحنو يعني يحنو لما تحتاج للحنو ويقصو وانت كسبان وقف يبتدي انتقد فيك لانه عارف انك حتتحمل حتتحمل انه قولك كان فيه احسن من اللي انت عملته ده لكن لما ليه كيبتدت الله لا وعد تروح مني لا تعالي بقى ده احنا وصخين فيه اللي فده كله كان كنا عايزين احسن من كده لكن انت كويس وانت تقدر تعمل ودي الرسالة اللي انطلقت من التيتش واللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت عشان رسالة من التيتش الى رادس اللي كانت عنوان الحلقة اللي فاتت اي واللي هي فعلا وصلت بمعناها الحقيقي تنزل لي امي ييجي فيك جون يغيز برضو ما كل جوال بتيجي فينا جون غريبة ييجي فيك جون يغيز ملوش مبرر لكنه استنفرك ويستنهضك استنهضك ايه ده اصحاب الخطأ هما نجوم المباراة بدن ما ينهاروا بالضبط افتكروا استلهموا من اللقطة ايه اللي حصل علي معلول نجم النجوم اكرامي الشوط التاني رائع جدا فهذا هو الاهلي هذا هو الاهلي الذي يصدر يعني انت كنت بتقول تشنيعة منقولة عن الكابتل فاروق جعفر انه بيقولك كنا نروح ما نصدقش ان احنا تسيبنا او تعادلنا غير لما نسمح في نصر التسعة قال لك الله لطول ما لو في اللي تويس على السابق هي ما كنا بنلعب ثلاثة ما كانش فيه اضواء هذا المعنى اللي فيه يعني صورة ساخرة او طريفة يعني لكن فيه عميقة لكن فيه عمق فيه عمق ان النادي الاهلي لا الاخر وقت لازم تخلي بالك وقد لا يحدث لكن انت عارف ان قد يحدث او غالب الاسفاء حيحدث فمهما حدث احنا خلاص حققنا الاحترام وانا قلت اهم حاجة اهم حاجة نرجع بيها من تونس الاحترام اهم من النتيجة فتحققت النتيجة والاحترام النهاردة عندنا ماتش مع النجم السحيلي وماتش مهم جدا النجم السحيلي فرقة رزل بمعنى الكورة فرقة تاكتيكية يعني فارجو ان احنا نرجع بهذه الهيبة وهذا الاحترام مش ضروري بالفوز ولكن اذا قدرنا الحقق بشيء عظيم جدا ولكن يا جماعة لازم نرجع واحنا مخسرناش اي حاجة بقى لان برضو مهو اختبار تقيل في نفس البلد تخوض اختبار اخر مع منافس عنيد اخر من نفس البلد فارجو ان احنا فكرة ان النادي الاهلي فكرة محدش يلعب فيها ولا غيرها وتاريخ لا يمكن تشويهه وهذه مسئولية كل الاجيال والجيل الحالي تحديدا وكمان جيء مسئولية الجمهور شفت الجمهور لما قام بدوره على اكمل وجه قبل ليلة السفر شفوا التأثير المعناوي والتهيئة النفسية الكبيرة اللي عملها لكل اللعبة وعلى رأسهم شريف كرامي ازاي قدر هذا الجمهور الرائع العظيم يستعيد لشريف ثقته يندهله ويقول له ويلعب ما يهمكش ارجع زي الوحش عشان شريف يكون واحد من النجوم موقعة رادس شفنا كمان روح الفانيلا الحمر والحلقة الماضية اعتقد سمعتونا واحنا بنقول الاهل على موعد مع هذه الجميلة في تونس وقلنا مفيش اجمل من روح الفانيلا الحمر كاكثير للحياة الرياضية بالمعنى الحقيقي وقلنا انه يا جماعة فكرة روح الفانيلا الحمر بكل ما تعنيه تاريخيا من التمسك الشديد قوي بارادة النصر من رفض الهزيمة باي حال من الاحوال من الحث على بزل اقصى جهد لغاية اخر نفس بعد النفس الاخير شفنا هذا التمسك الحقيقي بارادة النصر وبأسباب التفوق وبس لكل طرف المسؤول بيقوم بدوره اللعيب بيقوم بدوره المدرب بيقوم بدوره الجمهور بيقوم بدوره عشان تكون المحصلة ان روح الفانيلا الحمراء تشد الفريق بعد كل هذا التحدي شايفين تقلق شريف جي من امتى شريف اللي رجع من برج العرب الاعلام بغباء شديد جدا قاسي عليه وبغباء شديد جدا تم التجريح فيه والاسائي ليه والناس نسيت حتى اللي بتجرح فيه نسيوا انه ده افضل حارس في المسلم اللي فات وصاحب شباك عزراء في 23 مباراة نسيوله كل ده واستدوله الوحدة لكن جمهور الاهل ده كان له رأي تالي خلص والمشهد ده مع الشريف ده تقلق شريف في رادي سباش مونس طبعا هي البداية من هنا انك انت تحسسن انك وثق فيه هو فيه مثل يقولك ايه الفارس اذا وقع من صهوة الجواد عليها ان يمططيه فورا لانه لو استنى ممكن يكش بعد كده والحصان يطمع فيه لكن لما يوقع ان الحصان يروح يخضعه تاني ويرجبه بتعدي فامططى شريف صهوة النجاح فورا السقوط في كبه الخطأ مين اللي رجعوا بسرعة الجمهور قالوا يلا شريف انسى اللي فاتحنا معاك بنحبك واسخين فيك دي اي مسئولية تعمل فيك ايه دي تخال نفسك مكانه تعمل فيك ايه دي وتشعر ان الجمهور ده ايه الحقول اللي له عندك فيها والرسالة وان كانت وجهت الى شريف اكرامي مباشرة ولكن هي رسالة سمعت مباشرة كل اللعيبة حتى جداد شافوا ايه ده ايه ده ايه ده احنا بنلعب في النادي ده دي النادي بتشجعه همال كانوا فين دول ولذلك كانوا فين دول لدي بيكونوا موجودين باستمرار بقى بس بالطريقة دي مش عادي نغير كتالوج النجاح قدامنا هو هم عملوا ايه والتزموا ازاي وكانوا منظمين ازاي الامن يتعامل معاهم بالشيكة ازاي نفضل عليك هده امن النادي وامن الشركة الخاصة سهلونهم المأمورية ازاي هذه هي الرسالة مركزين في ناديهم محدش باذن الله حييجي ناحيتنا انت تحدد في ردس مش بس الصعوبة بتاعت النتيجة ولا صعوبة المنافس الفنية ده انت تحدد كمان استمرار التحامل التحكيمي صحيح ازا لما انت تبقى كواسقاوي تتحمل مثل هذه الاخطاء اتمنى اتمنى ان يا جماعة لما بيقول التاريخ والفكرة مش بنقول كلام كده هو ده الاهلي لازم نحافظ عليهم وقال لا نسمح لأحد بالعبط فيهم خالص خالص يا استاذ براهيم الكثير من الصغائر تحدث حولنا ده لي مش فضيين احنا ورانا اهلي ورانا اهلي نخلي بالنا منه ورانا اهلي نذكر الناس بيه ها ما هو اللي عنده خمسين سنة اهلي واللي عنده تلاتين سنة اهلي مع احترام يعني لازم حيكونش هف حاجات كتير طبعا يتدرس اسمعوا وهو في مهرجان السينما وبيتحدث عن فرحة هستيرية لا نشوف عمر اديب لا نشوف عمر اديب قبل ما نشوف اه اشتركوا في القناة والمصريين ما عندهمش فرحة زي فرحة النادي الاهلي وساعات فرحة نادي الزمالك يعني فيه اوقات كثيرة ولكن والله العظيم من قلبي من قلبي وبكل حب لانه الاهل يا جماعة كان بيمثل مصر النهاردة مصر كان بتلعب انا مفسود جدا ان الناس تنبسط والقضية ايه ان انت كنت مغلوب 1-0 والمتش الاولاني كان ضايع منه خلاص انت متعدل فيه فان انت تتعادل وتكسب هي دي الروح ناس كتير قالوا لي ما يقدروش والله العظيم التلاتة انا عارف انه ما يقدر يعملها غير الاهلي ما يقدر يعملها غير الاهلي الف مبروك عن نادي الاهلي وان شاء الله اما يرجع مصر كلنا نبقى وقفله في المطار ونستنى ونعمله مزيك بنفرح باي حاجة مصري حلوة تكسب بنفرح باي حاجة مصري حلوة تكسب بلد دي عايزة دايما تسعد عايزة دايما تشوف انتصار في كل المجالات وما فيش زي حلوة الكورة جمهور النادي لقى للمحترم اللي راح استاد مختار تيتش وملاه كله قال له احنا لازم ندخل ومحمود طهر قال له متفضله وملاه اللي استاد كله عشان يوقف جاء ورا الفرق الفيديو ده اللعيبك يا بتشوفه قبل ما تخش المطش يلا يا اهلي الكاس يا اهلي اكسب يا اهلي روح جميلة حاجة تفرح والله العظيم تلات تسعين والله العظيم ما يعملها الا الاهلي والله ما حد يقدر يعملها بالشكل ده الا الاهلي ده قال كلمة مهمة جدا نادي القر وكل قر السؤال اللي حبيبك مش راضيني يجابوا عليه طيب ده عمر اديب واقل الابراشي في اصرار الاهلي وروحوا نشوفه شافها ازاي بقاء قليلة من انتصار صعب وكاسح وهو صعب لانه للأسف الشديد كنا اتعدلنا في المباراة الاولى في القاهرة وبالتالي هنا ده بيصعب مهمة الاهلي في تونس لكن اللي عمله الاهلي اليوم يؤكد انه ما فيش حاجة اسمها مستحيل لا يمكن انك تحقق الانتصار في اي مكان وفي اي وقت وممكن انك تعوض الهزيمة او العفارات يعني تحولها الى فوز كان فيه عزيمة كبيرة وضحت منذ البداية ان الاهلي عاوز يكسب والحقيقة ده كمان يؤكد لنا دايما دايما ما نيقاسش فيه ناس حيقول لك خلاص مهمة الاهلي مش صعبة ده مستحيلة خاصة ان دايما كمان في تونس مباراة تونس ومصر تحديدا سواء منتخبات او اندية المغب العربي عموما يعني منتخبات او اندية مع مصر دايما بتكون فيها حساسيات شديدة وصعوبة كبيرة ومنافسة وندية كبيرة الاهلي اليوم نجح في ان يقول لا الفوز ممكن في اي مكان وفي اي وقت والانتصار يمكن ان يتحقق حتى لو كان فيه تعفر في البداية ده تفاعل كل مقدم البرامج وكل مقدم التوكشوم على الاهلي بس كمان حتى الفنانين اللي كانوا موجودين في مهرجان الجنة عاشوا فرحة هسترية وهم بيتابعوا انتصار الاهلي نشوف بعضا منها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شوفنا بقى تفاعل قوى النعمة مع بعضها ازاي الفن والرياضة الرياضة يمثلها النادي الاهلي الفن مهرجان السينما الدولي وشوفنا فرحة عرمة لكل المشاركين هناك مخرجين وممثلين وحاجة عظمة جدا وحاجة عمر عبد العزيز واخرين وحتى جزء منهم هو الأستاذ عمر قديم وعزة العليل طبعا الهلاوي الكبير الهلاوي ده ماله ده فالكثير منهم يعني الدنيا كده المشفى مش عارفين نلقواهم كلهم لكن هذا هو المرضود الذي يحصل عليه الأهلي بما يقدمه من قدوة واحترام ومكانة ولكن يبقى خلاص فرحنا ونبين حاببين بس ايه ندي شوية دروس على ما يستطيع أن يقدمه الأهلي علشان نفهم معنى ثقافة الفوز تمثل بالقيم التقاليد وزان ننقلها من جيل لجيل ولكن يبقى الحضر كل الحضر عايزين نرجع من تونس مجبور الخاطر مجبور الخاطر ومش عايزين بفصل بايخ يطفلنا اللمط بإذن الله الأهلي أدىه هدود ويرجع بالقيمة الكبيرة عشان يستكمل أسرار عظمة الأهلي بإذن الله شكرا كل الشكر للزميل أمير هشام موفد قناة الأهلي الحياة مبشر وعنصر هايل شكرا لفريق الاعداد على مجهوده الكبير في تغطية جوانب هذه الاحتفالية وهذه المباراة الكبرى الزملاء العزاء محمد مصفى وعب منم القسطة ومحمود المخبزي وشادي صبري ومحمد شوارب مخرجنا الكبير دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله بطلا شامخا وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله سنسيبه مع محمد فاروق والآن صحيح مع الزميل محمد فاروق سعد عشان يقول لكم آخر ما لديه من أخبار في النشر الرياضية صحيح مع الزميل محمد فاروق سعداد